بداية كده احنا نهاردة ان شاء الله بنكمل ورشة العمل بتاعتنا بتاعت التصميم الدخلي او الانتيريور ايه ديزاين. اوكي? ايه الله يبارك لك يا بشان صامر الله يخليك. ايه فان شاء الله بازن الله ايه هرود الاول طبعا سؤال كده علما الناس بده تخش معنا انه في ناس تستبتدي اهو. في كده بنعمل ايه اكسبتد للناس على طول باستمرار. ايه ايه كان في حوار دار النهارده. انا طبعا سواء الله نهارده ليكوانت في الموقع النهارده وكان عاندي شوية مشاكل كده ايه منكد عناني اليوم. النهارده في الشغل شوية كان فيه شوية اعترة في الشغل فانسامحوني ما كنتش عارفة رد انا كنت شايف بحافياني النشاءات وهالاسقلة لكن انا ممكن هاتبعت في على الجروب نانهم مليش احنا في الموقع فاباخروا بس هكلمكم فما قد شرامين واحدة ان انا كنت تابت في الرد. او كان الحوار او التعليق كله على موضوع الاكسترود. انه ما كان فيه اختلاف كتير قوي. احنا كنا اتكلمنا عندنا كلا بنعمل المالتي لين ممكن نفتح البروجيكت بتاعنا اللي كنا شغالين فيه. تمام? اضاحة بس في النقطة على ما الناس بتيت تخش معنا في دعاية المقبلة بازن الله. احنا كنا اتكلمنا اننا عندي المالتي لين اللي احنا بتتكلم فيه قولنا الامر ده مهم جدا واساسي في الشغل بتاعنا. وحددنا المالتي لين بتاعنا وحددنا الابعاد بتاعته زي ما انشافين جلس في كشان زيرو والسكيل بتاعه كان خمسة وعشر مش مهم الاسكيل وهرسم كده حيطة. واتفقنا ان انا عندي ممكن يكون او لازم يكون عندي الكلوز من ناحيتين زي ما انشافين كده من هنا ومن هنا. اوكي? خلاص ده مهم جدا مهم جدا عندي في الشغل بتاعي. اللهم اميني بشمهونس احمد. اللهم اميني يا رب. اللهم اميني. تمام? وقلنا ان المونتي لاين قلنا هنا في عندي بتاعي. قلنا ده بنقفل. تمام? كنا بنعمل طبعا. هنا مش هينفع طبعا ان هو اريد يشغل به. خد بالك ان المالتي لاين لما تشغل به مرة وما تنفعش تعدل عليه. خلاص يعني ايه? يعني مسلا سي انا عندي هنا. جديد خلص هو. لما قول لك كده وطي ده يرسم عادي هنا. يرسم معك العادي. اللي هو التابيكل ده. خلاص اللي هو ايه من الناحيتين الاتنين. خد بالك وبرده لي حل. عشان برضو في نقطة. آآ لازم برضو افهم. طب افرد يا بشمهانس جاء لي ملف الكاد بس معمول مالتي لاين ام معمول لاين. خلاص ما دي نقطة برضو لازم نحطها في الاعتبار. انا ممكن نجي للمشروع كاد العميل جاب لي ملف الكاد بتاع البروجيكت بتاعي. بس الخطوط كلها لاين يا بشمهانس. انا مش عارف اشتغل بيها. ولا عارف اشتغل عليها. طب ايه الحل? هقول لك على الحل بتاعها النهاردة ان شاء الله. برضو عشان تبقى انتم معايا في النقطة دي. اوكي? بالزبط اوكي? 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 هيقول لك مش هقدر اعدل ليه? لان اتا وردي مستخدمه. فانت لازم قبل ما تستخدمه تشتغل على مالتي لاين ستايل الاول. فهنا تلاقي الموديفاي بتاعتك اشتغل. اوكي? يعني قبل ما ترسم بتاعرف طبعا انت هتعمل ايه او انت محتاج انك تقفل الكابس بتاعته من هنا. الكابسة يبيني ايه من الستارت والانت بتاعته. اوكي? تمام? فدي نقطة لازم ناخد بالنامية. طيب. انا رسمت كده ايا كان اهو. ماشي? اوكي? والمالتي لان الاولين اللي احنا كده بالكلمة عشان مالكتور زد تاني معلش عفوا. نرسم ده كده وناخد واحد تاني. اه نعمل جديد. هنعمل كده بس للتجربة. ماشي? او نرسمه حتى مش فارق يعني. خلاص? وبناخده مسلا كده بايه بالسيستم ده. قلنا الفارق في الاتنين دول. طبعا هو الكلام ده احنا مش بنتكلمه في السريديكات بس ده ردنا على النقاش اللي دهاري النهاردة. في الجروب. تمام? ان انا عندي هنا كده الجزء ده. لو انا عملت له الامر بتاعنا. خلاص? اللي احنا اصلا مش هنشتغل به هنا. فهتلاقي ده اطلع معك كده. طب لو انا طبقته على ده. هيطلع معي? انا هتعمل اصلا مش هيطلع كمان يا اعرف انت الوقت ايه? مش مش هيطلع معك لان هو اريدي مش مقفول. خلاص? انما الريكتانجل هيطلع معك. فانا كنت بقفله كده عشان كده. خلاص? اوكي مش موانسين. ومع ذلك برضو. اه لانه هو خطين. تمام? ومع ذلك احنا مش عايزينه هنا. يعني امر اكسترود ده انا مش هشتغله هنا في الكاد اساسا. امر اكسترود ده اشتغل فيه ماكس. اوكي? فانا كل اللي بعمله ده عشان الماكس مش عشان الكاد هنا. عرص? مش عشان الكاد هنا. الكاد ده ليه طريقة تانية. وليه اوامر تاني غير اكسترود? ده بس كأكزامبل. لا ده في امر تاني اهم من اكسترود في السريدي كاد. وافضل بكتير جدا جدا حتى من ماكس نفسه. اوكي? بس الكلان طبعا ده لو بحلب يشتغل سريدي كاد. بالزبط في امر في السريدي كاد. تحفى 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 امر جميل جدا بيشتغل بشكل قوي جدا. واقوى من نفسه في الجزئية دي كلها. تمام? فانا مش عايز نشغل دماغنا حاضر بشمانس محمد. بس انا لسه بقولها عشان ما نتوش الناس. مش عايز اشغل دماغي. بالتفاصيل انا مش محتاجة هنا في المشروب بتاعي دلوقتي. انا كل اللي بعمله ده عشان واخد المشروب بتاعه رايح به ليه الماكس. تمام? ماشي كده بشمانسين. اوكي? وضحت الدنيا دي ولا حد عنده مشكلة? تمام? اتمنى كوني لايه? الامور دي وضحت كده. طيب. اوكي. اه طيب انا دلوقتي فضلي البيبان اعز احطها في المشروع ده. طبعا الابواب عندي هنا كده بسرعة. البيبان عندي هم. طبعا انا معروف عندي نظام البيبان او الابواب دي. اخد بالك انا بكلم في مقسات استاندرد. اوكي? باب الشقة بيبقى متر. باب الغرفة. ايا كانت بقى غرفة نوم غرفة ايا كان غرفة اللي انت بيستخدمها. بتبقى تسعين سنتي. المطبخ تمانين سنتي. والحمام بيبقى من ستين لتمانين سنتي. معرفش الناس تعرف الكلام ده ولا لأ. بس هو ده عشان برضو تبقى الناس معي. اوكي? انا وضحها كده بسرعة. لو انا بتكلم في مقسات الابواب انا بتكلم في الدور. اوكي? ماشي بشمانسين. خلاص? الحاجات دي اساسيات عشان برضو الناس اللي بتخدم في التصميم ده استاندرد. ماشي? ده او باب الشقة. باب شقة. باب رأيسي. خلاص? ده بيبقى متر. خلاص? بيبقى متر. لو باب غرفة الغرفة ايا كان استخدامهاه زي ما بنقول غرفة نوم غرفة جلوس غرفة تمام? ده بيبقى باب تسعين سنتي. خلاص? طيب لو باب مطبخ تمام? اوكي? بيبقى المطبخ بتاع تمانين سنتي. اوكي? اللي باب حمام طبعا العشان بيبقى فيه اكتر من ممكن يبقى فيها من حمام. سواء بقى حمام بصلا ضيوف حمام رئيسي حمام في الماستر بدروم. فالحمام بتروح من ستين. اعفر ما عشان بكتب بالموز طبعا. من ستين لكم لتمانين سنتي. حسب حجم الايه? الحمام. خلاص? يعني حمام الديوف مش هيبقى طبعا كبير او بابه كبير لاني الحمام كله بيبقى غالبا متر. ما قدرش عمل باب تمانين. يعني هو المتر مش هتلاقي قصلا يعني التمانين دي لو تفتح في الباب ده الجوة الحمام. فالحمام هيضيع مش هتفرشه. فبنحط صغير الباب بتاع صغير بيبقى ستين او خمسة وستين بنزيد خمسة سنتي على فكرة خلاص او سبعين او خمسة وسبعين يعني بيزيد خمسة سنتي. اوكي طب المتر او تسين او التمانين دو بيشمل ايه? بيشمل من الحل للحل يعني لو رسمت الحل بتاعي كده خلاص ادي الحل بتاعي معنش عفوا. واده مسلا ضال فت الباب خلاص اوكي تمام يبقى انا بقيس من هنا لحد هنا من الاول الاخر. فيمنا حاجة? يعني من الاول الاخر كام بيبقى متر. اوكي? ماشي? فيمنا الكلام ده? طب الحل بتاعي ده ايه? الحل ده بيبقى اتنين بوصة. يعني سمك الحلق ده ممكن نغير اللون كده عشان ايه? ما اللغبطش الدنيا. سمك الحلق ده كده. ها? السمك ده بوصة. طبعا الخشب بتقس بتبوصة ها? ماشي? طب اتنين بوصة يعني ايه? يعني خمسة سنتي. اوكي? وهنا برضو كام خمسة سنتي. اوكي? يبقى صافي الباب نفس ضالفة الباب كام? هتطرح ايه? العشرة سنتي من المتر يبقى صافي الباب كام? تسعين سنتي. فاهمنا يا جماعة? اوكي? نفس الكلام بيتطبع على التمانين نفس الكلام بيتطبع اكد. يعني كده لو قلت لك ان الباب ده صافي ضالفة نفسها عشان كده لما تروح تشتري الناس اللي بتتهتم بالتشتباط. او بتشتغل في المجال للتشتباط. لما اروح اشتري اقول لباب شقة عارف ان الضالفة هتيجي معها تسعين سنتي. الضالفة تسعين سنتي. اوكي? خلاص? طب لو انا بكنني في باب غرفة عارف ان الباب الغرف هيجي معي تمانين سنتي دي الضالفة. اوكي? تمانين سنتي. ليه? لاني في عندي خمسة سنتي حلق من هنا وخمسة سنتي حلق من هنا. اوكي? فهمنا كده النقطة اتمنى تكون الدنيا واضحة مع الجميع وفهمين الجزئية دي. تمام? طيب. تعال دلوقتي انا دلوقتي عايز اشتغل. اوكي? وعايز ارسم الباب. عندي باب بينهم ادي باب الشقة زي ما ان شايفين كده. طبعا الباب ده جاي بلوك. يعني الباب ده جاي بلوك جاهز اقنا ما ببقاش الماغي فيه. ده بيجي لي بلوك جاهز. بس احنا بدان بتمرنا على الرسم تعالى نرسمه كده سريعا. انا عندي باب شقة مثلا متر احط باب الشقة هنا. فرجع اقول لك مسلا تعالي سيدي خدرة بتانجل. اوكي? اديني مسلا الحلق بتاعي اللي هو بيبقى سمك. اه بوينت خمسة سنتي. تاب. اه. كام? المفروض اتناشر سمك الحيطة زي الشباك. فكليل ما احنا قلنا الحلق بتاع الشباك. او باب بيبقى سمك الحيطة. خلاص. فانا عملته كده اهو اتناشر سنتي. طب هو في الواقع اللي هو في الواقع ستة بوصة يعني خمستاشر سنتي. لبراعات المحارة. طبعا ده شغل تشتبط. فخلينا في اللي في الشغل بتاعنا اللي. طمام? اهو ده كده. طيب. الراجل ده انا لو فقلت مسلا نعمل باب مسلا متر فالمفروض انا بيسمي الاول كده الحيطة للاخر كام متر. عشان اوضح لك برضو نقطة دي. ممكن الوينه كده باي لون للاضاحة. تمام? لللون ده ايه? فقط ليه? للاضاح ناخد لون كده شوية اهو. خلاص? فانا المفروض من الاول الاخر شغل على ايه? على متر. يعني المفروض الحال اده برضو كده. ممكن اعمل له ميرور بقى. ممكن اعمل له كابي مش فارق معايا. من الميت بوينت كده. فالمفروض الحال انت ياه. ماشي? فده قدي البداية وده النهاية. تمام كده? طب يبقى الصافي بتاعي جوه لو نقيست الصافي كده جوه هيبقى كام ضالفة الباب? بتاعتي اه? تسعين سنتي. صح كده? ضالفة بتاعتي صافي كام? تسعين سنتي. يبقى انا هرسم كده ضالفة الباب. اخد بالك انا برسم كده كروك تقريبا. ما برسمش حاجة ايه? اكوريت يعني. زيله خمسة. اه تاب قلنا كام? تسعين سنتي. يبقى ده ضالفة الباب بتاعتي ايه مش مهنسين. اوكي? يبقى كده ده شكل الباب بتاعي تقريبا. طبعا. طبعا. بيش هادي تيلز بقى والكلام ده كله. ده البلوك بيبقى مزبطة. انا برسم حاجة كده سريعا يعني. طيب. ممكن اوما عمل له ارك مسلا واخد لك مسلا كده ادي الايه? ادي الارك بتاعي. ايه? ايه? لحرم الباب زي يقوله. ده حرم الباب بتاعي. خلص انا كده رسمت الباب بتاعي. خلص اشير بقى الخط ده الاضحة. اوكي? يبقى كده رسمت الباب سريعا على طول بادي كده كده مني ولا ما فيش عندي مشكلة خالص. اوكي? طيب. الباب ده كده تعالى بقى نجمعه اخد بالك دي نقطة برضو مهم قوي. انا عندي الباب هنا بيبقى عبارة عن خطوط مفكوكة. بفضل دايما انا عن نفسي اشغل معه بامر جروب. اوكي? طبعا ممكن تحاول بلوك براحتك زي ما انت عايز. لكن انا ممكن الشغل بيجروب كده. ما قطة يعني. خلص? واخد الباب ده طبعا احطه في اللير بتاعته. اللي هي اللير الدور. اوكي? واتدي سقط الباب ده. اخده مسلا كده. تمام? واخد الباب بتاعي من هنا. خلص? لحد مسلا سي اول الباب هنا كده عندي. تمام? واضح اعمله استدارة على الجزئية بتاعته اللي هي النقطة دي كده. واخليها تسعين درجة. طبعا هنا مرفوض تماما انك انت هنا تثبت باب على عمود على طول. لازم على الاقل في 10-15 سنتي مسافة تثبيت الكانة. والناس اللي خادت معي تشتبات عارفين الكلام ده كله. طب اطلع كده على الاقل اه 15 سنتي او 10 سنتي. اوكي? الهدف ليه لان ما ينفعش الناد الباب ده بتثبت بكانة حديد. طولها بيبقى حوالي من 10-15 سنتي ممكن 11-12 تمام? فلازم هنا بقى في جزء طوب ماك ماكسرش في العمود على طول. ممنوع طبعا تكسير في العمود تمام? بالزبط بشمعني سمعين الله ينعو عليك بان اولا هي المحاكية بتاعتنا. فانت حتى لو خدت بالك في المشروع كده هتلاقيه هو ايه? هنا مش هتلاقيه جاي في الحيطة على طول هتلاقي بص اهو شايفين اهي الحتة دي اللي هي الصغيرة التوب دي كده. المحاكية بالزبط انو بيبقى صف التوب كده في بعضها ممكن تكون نص توبة او توبة كاملة حسب المساحة بتاعتك. تمام? اوكي بشمانسين? طب واحد يقول لي بشمانسين ما افرد واحد مسلا انا لاي باب شقة احيانا متر وعشرة متر وعشرين. والله الراجل ممكن يكون عنده مساحة كده زي ما انت شايف كده. ممكن يقوم وفاتح حتة كمان في الباب وعمل زود الباب. يعني واحد يقول لي اصلا البشمانس اتوقع باب الشقة متر اهو ده الستاندرد متر. بس انا عندي مساحة كبيرة ممكن او ما هتباتح اي حتة كده وعمل شراع على الباب. خلاص? اوكي? يكبر الباب شوية. خلاص وبرحته هو حر. خلاص? فدي حاجات بتبقى في التشتباط بوهانس الديكور بقى هو بيزبطها اهو حسب دماغ العميل. تمام? طيب ادي الباب بتاعنا مثلا كده اهو. عندنا طبعا ببان تاني بتاعت المطبخ تمانين والباب بتاع الغرفة اهو اللي هو اه تسعين سنتيه زي ما قلنا وباب الحمام والكلام ده كل دي البيبان طبعا نبتدي نعملها ونزبط الدنيا بتاعتنا كلها. خلاص ممكن نعمل كده ايه? آآ يعني هناخد كده بسرعة كده ايه? هناخد كده مثلا انجروب وناخد ايه انا حاول ايه نعمل بيبان كده سريعا. او لك مسلا اميه اللي باب ايه مسلا تمانين سنتي وباب تسعين سنتي. تمام? انا بس موضح الاضاحة كده. واخد الايه? الباب بتاعي اللي هو الحلقة او لك مسلا هاتده كابي. ببتدي نزله بقى على البيبان كده سرعة. تمام? هنا مع هنا. اوكي? ماشي? وده نفس الموضوع. بحاول عمل بابين كده سريعا عشان بتدي اطبع لك على البلان وشوف هنعمل عليه ايه? تمام? ده كده اهو. وقدر الباب طبعا الباب هنا هرسمونا الاكتانجل. هنا الباب ده تمانين وبعدها يبقى سبعين سنتي. الضالفة. بوينت زيرو خمسة. تاب سبعين سنتي. خلاص? وده هيبقى اه اه اعتقد ده ايه? اه نقول تسعين بادة تمانين. بوينت زيرو خمسة. تاب ايه سوري تمانين. اوكي? وقدر اعمل لك بتاعنا اهو من هنا لهنا كده. ادي تمام? ودي اه نفس الامر تاني وناخد الارك هنا كمان. بقى كده عملت البابين بتوعيهم. ادي تسعين ودي كم? الايه? تمام. شوف بقى خلاص الخطين دول. ده الدليل بس عشان تبقى انت عارف ان ان انت شغلك. تمام? واخد كل ده حطهم برضه في نفس اللير. ده مهم قوي. انا احط في اللير عندي هنا ليه اللير دور. وما انساش كل واحد الواحدة الله يبارك لكم. بش تعمل جروب اللي كله تجي بعد كان نجي نقلهم نلاقي دينة وكل ده داخلها في بعضها. طيب تعال ناخد باب الغرفة ناخده كده ايه? تمام? ونشوف بباني الغرف عندي. هنحط باب بتاعنا فين? بسم الله. هنا اه في باب تمام? وفي عندي هنا باب برضو هنزيله هنا كده. معلش هبتدي ايه? اصبط انا الكلام ده كله. انا مسقط بباني وبعدين اصبط هيا. ما عنديش مشاكل. وهنا اوضة. اعتقد كده خلاص القوة خلصت. ابص بقى على اللوحة بتاعتي. تمام? اه الباب بيفتح على الحيطق هنا وهنا وهنا ماشي. اوكي. طبعا اهومسات برضو من حكاية هنا صغيرة. هنا ما فيش مكان. ماشي خلاص. اوكي. تمام. ايبا انا كده اخد باب ده. عمله ميرد. تمام? على المنتصف كده. وامسح الاصل. طبعا الباب ده هتسقط هنا. مع العمود طبعا مش هينفع. ان انا حط على العمود كده. لازم يبقى في ايه? جاب كده شوية. فانا ممكن اصطنه في النص عندي. ماشي ناخد كده بس كده نزبط ايه الباب بتاعنا. تمام? طبعا هنا بيتواسطا في النص او ممكن اجيبي الباب قبل الحيطة مسلا موف بحاجة بسيطة كده هنا مسلا اهو. يعني ممكن تواسطنه وممكن تجيب على الحيطة عادي ما عنديش مش كانوا يجي على الحيطة اكسر في حيطة عادي بس بكسرش في عمود يعني. تمام? طيب نفس الموضوع ده كده هنعمله هنا. الباب ده هنعمله كده الاول ده روتيت كده اهو. طبعا ده كده نفس الموضوع كده هتانزل معنا كده تمام? خلاص ونعمله ايه? موف ونسقطه هنا كده شوية. ونحركه تاني اه حوالي اه عشرة سنتي اللي هم المحكية بتاعتنا برضو حوالي عشرة او خمستاشر سنتي زي ما انت عايز. اوكي? ممكن نفسح بعد اغلاء خلاص واخد ده معي. خد بالك ان الباب دايما بيفتح على حيطة. الكلام ده المعلومة دي اكيد الناس كلها عارفينها ووصلة لهم فالباب دايما بيفتح هندي على حيطة. اوكي? ماشي? اه هنا الحيطة ممكننا كده ما حكيان بص على الملف كده اه هي قفلة على الباب بالضبط كده مزبوطة. اوكي? تمام. كويس اول. تأكد بس ان هو في هنا تطبق تام حلوة. كويس جدا. ادي ببان التلات قوط. محتاجين باب حمام باب مطبخ ممكن ناخد باب مطبخ ان احنا كنا نعملين انه هو ده كده. ناخد برضو ايه? اه كبي. انا باخد كبي عشان احافظ على الاصل ممكن احتاجه تاني. يعني هالفكرة انا باخده كبي مش ان انا مسلا فضل او الحاجة. لا انا بحاول ان احافظ على الاصل عندي ايه. هنا ده كده اهو. شايف هي نزل ده ليه هنا كده. خلاص ده هنا برضو ببص على المشروع الاصلي في محكاية او حاجة. في باب المطبخ. او على عدل الحيطة بالضبط ماشي اوكي. او على عدل الحيطة. زي مظبوط زي ما انا نحطينه. تمام. اه فاضل عندي باب الحمام. باب الحمام صغير طبعا نحن ممكن نرسمه. او ممكن نحط له حتى واحد اللي هو زي المطبخ بالضبط مش مشكلة لاتي. تمام? اوكي? لكن طبعا الابعاد مظبوطة يعني الابعاد بتاعيتنا لازل تكون مظبوطة بالملي. ماشي نسقط الباب هنا كده ونعمل له الروتيت. كده اوكي? وطبعا لا انا لازم سيب بمحكاية بقى لازم ايه? الباب ده ممكن يتحرك عندي على الحيطة دي افضل من هنا ايه? اه? حتى اصلا مفهوض يفتح العكس كمان. ما يبقاش كده يعني يفتح علي اتجاه الحيطة ده كده. تمام? من بتاعتي ام الاكس مسلا كده. اهو كده على طول اهو وامسح الاصل اوكي ماشي بقى كده. وقالوا هتوني على اول الحيطة دي كده عندي كده بشمونسين. اوكي? في حد نبص كده سريعا. اهو كله تمام اوكي. ماشي. خلاص كده بشمونسين. اهو صور يا عفوا للمفوت باب لجوه عفوا. اهو نشتغل عندي كده اهو. تمام? خلاص كده. يبقى كان عملت الابواب بتاعتي سريعا. بسرعة كده عملت توزيعة الابواب بتاعت ارشقة كلها. طبعا بسبب الحمام ده برضو عايزين ناخد باب ممكن ناخد الباب ده خلاص اهو. قبيل. آآ الباب ده اتجاهه ايه الاول? ناخد مسلا نحطه هنا كده الاول. تمام? هنا في اي جزء من ده كده. باب الحمام ديوف او على الحيطة دي خلاص ماشي. عمللو الروتيت. تمام? طبعا ده حلال قبل نقول لكم احنا لسه في ايه? في يطبع في المرحلة الاولى ان احنا لو عندنا ملف كاد بنتعلم بزي نرسم الكاد طبعا الباب متوسطا كده تقريبا عندنا. ماشي? او ممكن نقربوا كده شوية. آآ من هنا كده. ماشي? عشان ايه? احاول هنا لو احطوا حوض هنا اكيد طبعا يبقى الحوض بتاعه هنا فيبقى ايه الباب بقدر الامكان عن الحوض بتاعه. كده انا خلصت آآ البيبان بسرعة كده اللي انا عملتها وعمل له كده select similar. طبعا المعدد اللي برا دول. ماشي? واعمل له على المشروع كله معنا لايه محور اللي هي الوسطاني ده كده اهو. تمام? نزلت عندي البيبان كلها. تمام كده بشمونسين. يبقى انا كده نزلت الابواب بتاعتي والشبابيك طبعا لما شبابيك عاستعمال لها ميرور. ورسمت البيلان بتاعي. مش مونسا فريال بتسألني على موضوع آآ كيف نعمل جروب وآآ امتى نستخدمه وايه فايداته. تمام بصي مش مونسا. آآ الجروب ده آآ ان انا بس عندي مسلا مجموعة آآ رسومات زيكا مسلا عن جروب كده اهو. انا مسلا دلوقتي عندي ده وده 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 انسى حاجة. يعني ممكن اختار دول مسلا كده وانسى دي. طبعا لما يكون عندي مجموعة او رسمة مركبة فيها اكتر من حاجة. المفروض ان يبني نسميها عندنا بلوك. اوكي? بنسميها عندنا بلوك. فانا دلوقتي ما عنديش بلوك انا برسم حاجة زي كده. ومش محتاج ان انا حاولها بلوك لان اعمل زي ايه? زي ما اكون هاخد حاجة لها من مكان لمكان وفكها تاني. بالزبط كده بشمونسينا. ممكن انا دايما بدي المثال ده لما ساعتك تروح السوبر ماركت تمام? تشتري مجموعة حاجاتها. خلاص? وانت خارج من السوبر ماركت بديك شنطة تمام? تحط فيها الحاجات دي. صحيح كده? ليه? لان مش تشيل حاجة كده كل جزء منفاصل لوحده. سيبريتب بيبقى صعب شوية. فبيديك شنطة تشيل فيها الكلام ده كله. الشنطة دي هو بقى جروب عندي. فانا بقى ما بنساش حاجة. يعني ما اقدرش ان في حاجة تروح مني او حاجة تروح كده او كده. فده كويس. طب الفايدة التانية اللي فيه انه مش زي البلوك. يعني لو حبيت افوق وعدل فيه سهل جدا. يعني مسلا دلاتي مش زي البلوك بقى لازم افكي البلوك خالص او اخش على البلوك اديتور والكلام ده كله لا. مجرد سيلكتالي اروح اقول له كده من فوق هنا خلاص هيرجع لاصله تاني. يعني نفس الجروب ده كده اهو. اطلع اوكي. خدوا بالكم ان امر جروب ده برضو من الحوظة التانية. خلاص. اه حاضر بشوانس صلاح لحظة واحدة. اه الملحوظة كمان ان الامر ده جاي اصلا من الماكس. يعني الامر ده مضاف جديد مجموعة الجروب دي. مضافة جديدة من الماكس. هي مكتش في الكاد اساسي. لان الكاد محتمد على البلوكات في الشغل. بس او بلاحز ان لا الجروب هناك كويس لان باستخده في الماكس كتير. راح جايب اضايفه هنا. بشوانس صلاح بيسألني في نفس الموضوع لو سمحت كيف ممكن نعمل الباب دايناميك ممكن بيتحرك في كل الاتجاهات مع تغيير الفتاة. اه طبعا ممكن نتعمل دايناميك بس ده دايناميك ده قصة تانية حاجة خالص. يعني دايناميك ده قصة تانية خالص ده فيه حوارات وشارح كبير. ده ممكن نضيع محاضرة كاملة بشوانس صلاح في النقطة دي. لان البلوكات على فكرة مش موضوع سهل. البلوكات كتير جدا. تمام? اه وفيها شغل كتير قوي قوي قوي. تمام? اوكي? فطبعا هيضع من الاسف وقت وده يعني مش هيسمح الموضوع ده. بس ممكن ابعمل لكم فيديو عنه بعد كده. بشوانس صلاح. انا بعمل لباب باب يا بشوانس صلاح. انا مش حدر. اصلا لو خطت تلاتة كده كلهم في جروب واحد. حاجة اخدهم كابي هتلع كلهم معي مع بعض. لا انا عايز واحد بس. يعني انا عايز واحد فاحد فقط لغير جروب كده ده. وجروب لده. تمام? اوكي? بحيس ان ننقل كل باب في مكانه. يعني ده اتنين لوحده. ده اتنين لوحده وده اتنين لوحده. امتيني مش موضوع سفريان. وضحت. اوكي. ماشي. طيب. في بقى فايدة مهمة جدا لموضوع الجروب ده. تعال بقى دلوقتي. انا الببان بتاعتي هنا. صح? وعندي ببان. المفروض ان الباب ده يكون مفتوح من هنا. صح كده? المفروض ان الباب ده يكون مفتوح من هنا. صح او لا غلط? انا هعمل كده ايزوليت للبيبان والحوائط. هعمل كده سليكت سيميلر كده في اي مكان فاضي ولسليكت سيميلر. واقول له عمل لي ايزوليت للايه? ليه البهوات الاتنين دول. الحيطان والبيبان. طبعا الحيطان زي ما انشاف كلام اقفلها ايه? زي ما احنا متفقين والدنيا عندنا زي الفور. طيب دلوقتي انا محتاج اعمل ايه? محتاج افتح للايه? مسافات البيبان دي صح كده ولا فيها حاجة غلط? هم? الدنيا كده معي تمام? طيب هعمل ايه? ماشي? انا زي اعمل بقى قصة دي كلها. انا يعني لوقتي انا عملت مالطلينة بش مهندس والدنيا عندي تمام. وهنا انا عارف ان انا موضوع تريم عندي مش شغال. هقول لك لا. هنا بقى لو انا اخدت كده. وقلت له تريم. وكده اقطع. خلاص. هنا. ماشي? لو جيت كده اقطع. بص بقى عمل معك ازاي? ايه الكلام ده بقى اقول لك? اه هنا من ضمن بقى الحاجات الجديدة اللي مضافة للبرنامج. ان انا مع المالطلين يشتغل مع تريم. فهمنا حاجة? الجروب مع المالطلين بيشتغل معك ايه? زي ما انت شايف كده بالزبط اهو. بقدر اعمل عندي. خلاص? اوكي? يبقى عندي كده الموضوع سهل جدا جدا جدا. ان انا عشان كده اشوف برضو دي دي من ضمن فواد الجروب. مش مجال بس عشان الحاجة نقلها كويس. لأ في حاجة عندي هنا خصلت غلط مش هيبقى هي. برضو كده لي بقى? ايه ده? في حاجة عندي هنا غلط مش مفهومة. ماشي ما علينا. خلاص? فهمنا كده بش مانسين? فانا عندي كده? لأ في عندي حاجة هنا. اه الميرور ده عندي عمل مشكلة ما اعرفش ليه يعني. ماشي. خلاص هبقى اصلح النقطة دي بعدين يعني. او في عندي حاجة غنى مش مش واضحة. اوكي? يبقى تاني. تاني اهو. موضوع الجروب تانية بش مانسين. موضوع الجروب عندي اللي بتكلم فيه. ان الجروب هنا من ضمن مميزاته من ضمن الاوامر او تعديلات الجديدة ان هو بيعمل مع يعني من ضمن الاوامر الجديدة بتاعته انا بيعمل ايه? اعمل كده ايه? ايزوليت. اوكي? ماشي? ده جروب اهو انا سايب الباب جروب خد بالك مش تنقله وتفكه. لا سيبه زي ما هو جروب. خلاص? فلو خدت كده على الحوائط كلها. اهي. وروح تواخد قيل له امر كده. بتاعي اهو. لو جيت اقطع بقى هيقطع معك عادي جد. بس امع اخد بالك وبيطعم انتجاه واحد يعني بص المقطع من بره. لو من جوه هيشلك الخط كله. تقطع من الوش كده من بره او كليك. بص بعمل عكز اهو. تمام اهو كده على طول. تمام اهو من بره كده. بتدي اشيل ايه? اشيل بيبان كلها. يبقى ترم هنا بيشتغل مع المالتي لاين اللي ما كانش شغال قبل كده لو انتم فاكرين. بيشتغل مع ايه? لما يكون فيه جروب. تمام? عشان كده انا اقصد ان اعمل باب جروب. حاجات دي كلها طبعا حاجات اه يعني ممكن تكون ما كنوش عارفين قبل كده بس حاجات دي مهمة جدا في الشغل بتاعنا. طب السؤال هنا بيشتغل معانس ما انا كنت عامل خد بالك ده اللي كنت عامله فيه. تمام? خلاص عامله عشان كده انت كده قطعت بقوسة الدنيا. طب ما تجي نقف اللير البابان كده? ايه رأيك? شفت قوة المالتي لاين هنا عاملة ازاي? هو قطع عمل وقفلك برضو وحافظ لك المالتي لان يكون ايه? تمام? فدي حاجة ممتازة جدا يبقى انا كده عندي الدنيا زي الفل مزبط حاجتي وطالع تمام تمام خلاص? ودنيا زي الفل حتى بص ساب لك المحاكيات حتة الصغيرة هي. شايفها كده? خلاص? ساب لك كل حاجة زي ما انت عايز تشغل عليها بمزاجك تماما. تمام كده باش مهنسين? واضح الكلام ده ولا ايه تاني? لا لا باش مهنسين فريقا الجروب مهم جدا. جروب مهم جدا. انا بركز اخد امالك انا بركز في الشغل ده على الاوامر اللي هي اساس شغلنا. تمام? يعني ده كله انا مش بشرح اه كاد لا انا بشرح لك اللي احنا محتاجينه من الكاد. يعني خلاصة الشغل بتاعنا احنا محتاجينه. اوكي? تمام كده باش مهنسين. حد عنده مشكلة. طبعا لو عندي مشكلة في الحيطان دي ممكن اعمل على طول الحيطان دي على طول الناحية التانية بقى انا خلاصت الجزئية بتاعتي دي. حد ليه اي سؤال في النعم او كان انا قلته ده. حد لايه استفسار او سؤال عن الكلام ده كله. تمام? كويس او. انا كده بالنسبة لي ملف الكاد يعتبر جاهز وخلصا. اخلصت بلكوناتي شابيكي بيباني كل حاجة تمام? عملنا على الرسم بتاعنا كله كل اللي احنا محتاجينه. كل اللي انا عايز اوضحه مهم جدا بالنسبة لي. اللي ياردت تكون كويسة جدا. اليونتس بتاعتي تكون مصبوطة. خلاص? كل حاجة واضحة ومحددة. ماشي? طيب. خلصنا على الرسم بتاعنا الحمد لله. طيب النقطة التانية بقى دلوقتي. افرد بش مهندس الراجل جاب لي ملف كاد. بس يا بش مهندس الملف ده ما كانش معمول مالتي لاين. هنا بقى السؤال التاني. انا دلوقتي جال الراجل جاب لي الملف كاد بش مهندس. وطبع مش كل المهندسين بيرسموا مالتي لاين. ومش كل المهندسين عارفين اللي انا بعمله ده. خلاص? فانا دلوقتي يا بش مهندس اعمل ايه? انا عندي مشكلة. تمام? انا هارسم الراجل الرسم الكلام ده كله مسلا بس الرسم ده مش آآ مجرد خطوط. مجرد خطوط. انا مسلا تعال اخد مسلا ايه? اخد مسلا ده كده على جنب كده. ماشي? قبي. اوكي? واخده على جنب كده. اقول لك ان الملف ده كله. ماشي. اقفل كده البيبان والشابيك برضو عشان تبقديني عندي تمام. ادي البيبان ودي الشابيك. اه? تمام? فراجل جاء لي هو العمدان بس ليه? اللي مزبوطة عندي. يعني العمدان فقط اللي ايه? اللي مزبوطة عندي وقف العمدان كمان. لو جيت كده هنفجت كل الكلام ده عمله ايه? كانه خط كده. فالراجل بعتولي خطوط كده هندسة بصة كله خط الواحد شايف? تمام كده هندسة? البلان اللي جايلي. تمام? ماشي. كله كده خطوط. فطبعا ده بالنسبة لنا في الماكس هيبهدلنا اخر بهدلة عشان اكون صريح معك. الشغل ده لو دخل خطوط كده في الماكس هيبهدلنا بهدلة فضيعة. والناس اللي شغالها ماكس. وعارفة الكلام ده هتخش بقى فيرتيكس ومش فيرتيكس تريد تعمل ويلد والكلام ده كله هيبقى الموضوع بصراحة. كله اللي تمام? بالزبط كده. وكله اه كده. هيبهدلنا اخر بهدلة. طب يا بشمونسة من دوقتي الراجل اللي بعتلي ملف الكاد. تمام? اه مش متحول كده هقدر سيمه تاني بشمونس. هولك لأ بحول الملف ده لحاجة اسمها ايه? يعني ايه? تعال كده. انا عندك ده مقسومة هه شايف? كل خط الواحده. اوكي? ادي خطة هوا. ودي لاين ودي لاين ودي لاين. كل مفكوكة. صح كده? كل اللي بعمله بمنتهى السهولة بقوم جاية كده واخد الجوزئية دي. مسلا. طبعا انا ممكن اعملها كل بس انا ماديك يعني. كده. واروح على امر جوين. امري جميل جدا بقوله جي. ها? بص كده ما عملت سلكت. راح ما حاولولك ايه? ها? كأنه بالزبط. اوكي باش مانسين لاني دي مش كده برضو. حد كان سألني فيه قلتها باش مانسين تجاب لي ملف كاد بس هو مش معموم ملتلاين. الراجل شغال لاين وافست. تمام? هرسمه كله من اول وجديد. اقول له لا. انت ممكن تمام على طول تشتغل عليه. اوكي? يبقى انا ممكن كده مسلا سيء. مسلا تعالي مسلا حاجة زي كده. ده لاين اهو مفصول. ماشي? ادلت مسلا ده كده دي لاين اهو. خلاص? ممكن اعدي بقى كل الكلام ده كده. لو جالي مسلا لاين كده مسلا اهو. تمام? قد الحيطان بتاعتي. طبعا لفيه اتعادلات ممكن ايه? اعدي له هنا كده سريعا بالمرة. ببقى ان اعملت. وهنا برضو مسلا حاجة زي كده. بقى هنا ترم بقى. تمام? ترم وشيل بقى ايه ده? وده مسلا. خلاص? بس المفووض العندي ده الحيطة دي وقتفل مع دي. خلاص? والحيطة دي يبقى فهج هتقفل مع ده. ايبقى دي هتقفل كده. ثقافية انه لي ايه تمام? هي دي بقت شهر مع مسلا كده تمام? يعني ده اله يقتفل ليه هنا كده. تمام? ممكن تعمله year ma عادي معدي مش مشكلة يعني. خلاص? ما شاء بس كدا خطوط وهو مثبوط. تمام? وقدر اتدي له الاين برضو عندي كده. اذا كده هزبط تمام? ايه الاخير من اللي احنا بنتكلم فيه ده? ده برضو كده اهو. او ممكن اشغلك لأ ايه? عشان اخلص على طول بسرعة. تمام? واشير بقى الفاصل ده كده. تمام? اوكي? وهنا برضو اهو. طبعا الحاجات دي كلها ممكن اعملها مرورة على طول. طيب. بشي موانس الحل بقى هنعمل ايه? تمام? ماشي? الحل هنعمل ايه بقى بشي موانسي? طبعا البلكونة ممكن اقفل برضو البلكونة عشان تبقى بيدي عن وجه الدماغ بتاعي ده. او ده خلاص احنا فكنا الدنيا فتلاقي الدنيا ايه? مش ماشي معنا. فاناخد البلكونة دي كلها. اللي هي محتوطة. تمام? اوكي? ونقفلها عندنا عشان تبقى ايه? ما فيش فهم مشكلة. ادي الحوقات بتاعتي. تبقى بشانس كده دنيا عندي خلاص انا زبطت كده. بس انا الملف زي ما قلت لك جاي لي اه مش مزبوط. الملف اه عندي جاي اه لاين مش اه مش بولي لاين. ممكن برضو سيديده كده. هتا دي برضو كده فاصل اهي. ممكن اضم دي على دي صحي خرصان بس ممكن اضم دي على دي كده. خلاص تبقى ايه طلع كلها معي. طب هعمل ايه? هم اخد كل ده كده سيلكت تبصر ما اعمل ايه? كل ده سيلكت. كله. وتقوله جوين جي سبيس. لو بصيت كده بصت لده ايه? بقى بولي لاين. وده بقى بولي لاين. واخدين الكلام ده كده يا جماعة. موضوع سهل جدا. يعني انت ما جدك مشروع كد. ما ما تتقبش نفسك. انت كل موضوع بمنتهى البساطة والسهولة. كل مطلوب من حضرتك انك ايه? تعمل سيلكت على الكل. بس تأكد ان ما فيش اي ايه حاجة مفتوحة. يعني بس لان كنت ببص على التعليقة مسلا التيراس مسلا مش مقفول قفلت من هنا مسلا كلوز حاجة مش عارك ايه حاجة كده ببتدي ايه? ازبط ايه التفاصيل بتاعتي عشان بتادي اشتغل بقت ايه معمولة عندك ايه? مالتي لاين. ما بيبقى بان بشماصة محمد. يعني انا مسلا عمدت لك كده تاني اهو. لاين اهو بص كده لو بسيط عليه كده اهو كل خط الواحدة شايف? اهو. تمام? مش منفصل. يعني دوس على خط كده كل واحدة كل خط منفصل. اوكي? انما البولي لاين لما ترسم عليه او المالتي لاين لما تدوس كده بص يديك كله شايف جابلك الحيطة كلها من فوق الى تحت. لا 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 لا. ما شطب ما شاب. يعني مش هقول لك ده يبقى عامل ازاي? بس بتختخت اي حيضة كده تشوف الدي انه عاملة ازاي. تمام هندسة? اوكي? طيب اه ممكن بقى اوخ كل ده كده او مسح بقى الجادن ده كده خلاص ويصبت بقى نحية تانية اللي انا كنت شغال عليها دي. ممكن اخد الجزء ده كل يعمله افضل وراح دماغي عشان ايه? تمام كده اهو. تمام كل التفاصيل دي كده اهي. تمام? اه سيليكتد ونعمل له ايه? جوين. بعد ايه ناخد الجزئية اللي احنا كنا سعبينها دي اللي هما دول. كده. كلهم مع اه الحيطة دي موجودة لأ يبقى واحدتين دول برضو كده. ماشي ونعمل كل ده ايه? على المنتصف بالزبط. يبقى زبطنا البلان بتاعنا. تمام. خلاص? يبقى كده زبطت البلان بتاعيه حولته من ايه? من لاين لبولي لاين. اصبح عندي كده بتاعي الجهز. طيب لو جيت بقى اجرب الامر بتاعك اللي ايه? اللي انت كنت النهاردة كلكو عمليت تحتاره فيه. لو انا اخدت كله ده كده وراح تعمله الامر بتاعنا. تمام? وراح تطلع بيه كده المشروع على طول مرة واحدة. وتلعك ادفعه تلاتة متر ايه هندسة مسلا. خلاص? ايه رائك بقى في القصة بتاعتك دي كلها? مشروعك تلع كله مرة واحدة. واتزبط البلام بتاعك. ايه رائك? هو ده اللي انا عايز اعمله في الماكس. هو ده اللي انا عايز اعمله في الماكس. لو انت شغلك طالع مزبوط. من الكاد الماكس مش هياخد معاك اي حاجة خالص. هيشتغل معاك هوا. مش تحس فيه باي مجهود. واضحة مش منسين ولا عيد تاني? مش منسين ازاي واضح الكلام ده. يبنى كده على طول طلعت هوا. خلاص? طلع معاك الامر على طول مرة واحدة من غير اي نقاش ومن غير اي تعب. تمام? مش مهندسة في ريال بتسألني ايش هو الامر? ايه امر ايه هندسة? اه ما ده امر بتاع الماكس? امر اكسترود اللي احنا عملا في الماكس مش منسين في ريال. تمام? يعني هذا ده الامر اكسترود اللي احنا عملناه في الماكس. ده هو الامر هنشغل به في الماكس بس انا بدي اكزامبل عليه هنا في في الكاد. اوكي هندسة? هنا كده مش منسين ايبنى طلعت بالشقة كلها هي زي الفل. قديني عندي تمام التمام. وفتحت البيبام موجودة. طبعا اللي في النص دي الفراغات دي الاعمدة ها? يعني عشان اقافل اللير. فدي الفراغات اه بتاعتها. فانت كده طلعت بكل حاجة عندك زي الفل وحطانك. تقدر تفرش وتشتغل على طول حتة واحدة. بس كلهم جزء واحدة هو. والدنيا زي الفل ما عندناش ادنى مشكلة خلص. تمام كده بشمانسين. يبقى انا كده بمنتهى السهولة طلعت بالمشروع كله خط واحدة في النقطة دي. يبقى انا لو جاء لي مشروع كاد خلص. سهل جدا اقدر احاوله من لاين لبولي لاين. لو في مجتمعنا وغالبا غالبا بنسبة مش هقولك تسعة وتعين في المية لا ده مية وتعين في المية هيجيلك كل لاين. للأسف يعني اي ملف كاد هيجيلك من شركة غالبا هتلاقي لاين. بنسبة بقولك متين في المية مش هقولك مية في المية ولا تسعين في المية لكلام ده كل. اوكي فانت اضطر انك تعمله اه بالشكل ده. والله بشمانسحة ما اعرفش بس انا كل المشاريع اللي كاتلي كاد للأسف بلايه كلها لاين. ما اعرفش ليه. ما اعرفش ليه. انا طبعا ممكن يكون اللي شغير رسام هندسي فمش مهندس او هو مش يعني ايه مش ملم بالاوامر. اه بشكل كويس او مش ملم بالاوامر اللي هبنشرحها دي كلها فدي ممكن تعمله ايه مشكلة. فبيشتغلها لاين. بصراحة يعني فيه حاجات بقابلها كتير جدا كل المشاريع كل كل المشاريع. ما فيش مشروع جالي مانتلاين بصراحة. يعني ما فيش مشروع جالي مانتلاين قبل كده. كل اللي بيجي لي بيجي لي لاين. ماشا مش نعتاصم حاضر مشروع اناي يا حاضر هندسي. طيب من المرحلة الاولى بتاعتنا ان احنا كنا بنتكلم فيها لو انا جالي ملف الكاد على طول من الشركة. وطبعا زي ما بيجي في شكل صورة. يعني ملف الكاد غالبا مش هدولك حتى لو دهولك. بيدهولك كده. خلاص? ملف صورة كده اهو ملف الكاد زي ما انت شايف كده اهو. بشي ما نزيل له حل موجودة عنتي. يعني هو برضو ممكن مش هديك ملف الكاد على اسطوانة ولا فلاشة وهي هيدولها كدير لعنتي. فساعتك ترسمها زي ما احنا عملنا كده. هترسمها زي ما احنا اشتغلنا فيها الوقت اللي فادة. طيب اه. الطريق التاني هو اديك صورة زي كده. اقول لك بص يا بشوانس انا بشتري. ادوني الصورة دي. عفوا. ادوني الصورة دي يا بشوانس. اوكي? الناس كده رحهم يديني لك بص يا بشا الشقة هي وفرشها ودنيتها والبرشور دي على فكرة دي معمولة فتشوبة بس طبعا هي مش كواليتي كويس. بيك كواليتي احسن من كده ايه. اوكي? فانا ادوك الصورة دي. تمام? وبيدوها لك كده تلاقي الصورة دي حتى تلاقيها بص يعني ايه انا مش عرف عندي الصورة اعتقد ان الصورة دي موجودة هنا. اعتقد ذلك باسم الله. فين الصورة فين الصورة فين الصورة. اه هشوفها لكم فين وارفعها. الموجودة عندي هنا تقريبا. هشوفها لكم في الملف فين. ماشي. المهم. خلاص لان عزبات هالكو برضو اشتغل عليها ان شاء الله. اه. فانا عندي هنا بيبعت لك الصورة دي يقول لك بش مواندس انا ما التعاقد او اي حاجة. واحد اشتغل عليها. خلاص? فبيبعت لك الصورة ساعتك المفوط تشتغل عليها. تمام? طب هعمل ايه بقى تعالى? لحظة واحدة خليكم بس ادور على الصورة خليكم مع لحظة واحدة. ثانية واحدة دور بس على الصورة. بسم الله بسم الله بسم الله. ايش يا الصورة تهي مني في قصة المشاريع. فلاحظة واحدة بس بشوف الهو شير وقف صح? انا دخلت على حاجة تانية بين الشير وقف. تم شايفيني الشاشة. طيب ثانية واحدة بس سوايني اجيب بس الصورة بصرحة الهاتفين بسم الله بسم الله بسم الله. شير اه. كده الشير جعت يعني صح? شايفيني? شايفيني كده يا جماعة? ماشي اوكي. ايوة الشات معلش. اه طيب اه بسم الله انا كان عندي الصورة فين هشوفها بس حالا في الملفات عندي لحظة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اه اعتقد كده عندي في الا هنا. اه 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 اه. ممكن لكم. لا صور اه 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 اه. ده المشروع اهو. انت الله كده بيست على سطح مكتب. اهي. دي الصورة بش مهندس اهو. اللي ايه اللي اللي ما بعوتها لك من الشركة. خلاص او جايا لك من العميل. خلاص دي الصورة. تمام? قال لك والله ده بش مهندس لما روح تشتري الشقة بعته لجي الصورة دي. خلاص اود دوني الصورة دي. اوكي? تمام? طيب ساعتك هتعمل ايه? حاجة بسيطة جدا. الصورة دي هنتدل نسحبها ندخلها على الكاد ونتيدي نرسم عليه. ازي هي الكلام ده? طعا لك انا نخلش في المشروع بتاعنا زي ما احنا شغالين. خلاص? وعايز اضيف الصورة دي عندي. بعملها ايه? اه الصورة بتاعت دي. باجي هنا من شايفة? خلاص? ايه? تاب انسرت فوق اهي? اهي. الكسيرن الريفرنس كويندو برا كده بتطلع لي برا كده من هنا من السهم الصغير ده. بتطلع لي كده برا. عشان انا بقى شايف ايه? الويندو بتاعت الايه? الكسيرن الريفرنس واشوف انا هضيف ايه. يعني ممكن راح ديقول لي. طب انا ممكن اعمل اتتش من هنا اطولي هندسة واشتغل وبتاعه كلام ده كله. هقول لك لأ انا بفضل لي عشان اختار الطايب بتاعي هنا. بيجي بسلا في الريفرنس وقول لك انت عايز بقى تعمل ايه? ايه? الويندو بتاعي ايه? الويندو بتاعي ايه? الويندو بتاعي. هو بقول لك تشغل في البروجيكت وان دخل اصلا انا اشغال فيه. راجي من هنا من فوق. وقول له اعمل لي ايه? ها? عايز ايمج. عايز ادخل عندي ايه? ايه? ايه يا بشمونسين. اوكي? طبعت بعض احد ممكن يقول لي ايا بشمونسين. طبعت انا ممكن ايه? مع ليش يعني اجبها درج وضرب? اعفا. اقل لي من الممكن اصحبها كلا درج ودرب هينيك. ايه كان يتنزل بش problem. اقول لك ا transcendz مش مش原因 اهي. خلاص اوكي? تمام? ستنزل معك? ايه مش هتنزل ايه هتنزل. يعني ايه؟ ستنزل او شلي اه هتنزل مع هندي مشكلة خلال. هتنزل معك الصورة اهي? مفيش عندي مشكلة خالص. يعني ممكن تخيلها drag and drop. خد بالك ده في الإصدارات الجديدة. قبل 20-20 ممكن ما حصلش كده. خلاص يعني واحد محتار في موضوع وممكن يتوه في القصة دي كلها. لا انا ممكن اعملها drag and drop تاني. تمام? بس في ملاحظة بقى اقول لك عدد لو تدي lead كده اهو. اجي تاني هنا اهو. ماشي اصغر دي كده شوية. تمام? ان شاشة واسحب اهو. click واسحب. تمام? واجه نزلها هنا. بس لما نزلها هنا بيقول لك فين النقطة مش مشكلة. بيسألك هنا سؤال مهم اوي. بتاعك كام? فبخليه واحد زي ما هو. فقامني بسيبه زي ما هو. ليه? بجيبها ايه? زي ما هي بالزلطة. تمام? يعني بخلي بتاعي واحد لوحد. تمام? لحظة بشوانسة عمره نستشغلين والله هقول لك حاضر او انا اسيبك كده هان. ده لازم اقول لك واضح لك وانشتغل به. الاشي هندس عناي يا حضر هندس. خلاص? اه فانا كده ربيت الصورة عندي وخليت سكين وانتوان. اوكي? نزلت عندي الصورة اهي. ماشي? انت لو قصت الصورة دي كده. لو قصتها يعني. من البداية للنهاية كده بسم الله. ما شاء الله تبارك الله يعني متر. يعني المشروع ده كله اللي هو عرض الواجهة بتاعتي مثلا اه كانت عشرين متر صح? دلوقتي كده الفايل ده نازل عندي متر. تمام? ده اخد بالك ده كده كمان ده غير اللوحة نفسها. يعني ده ده الصورة نفسها الاجمالي بتاع او البرواز بتاع الصورة كله. ده فيه حاجات المشروع بتاعك جوه اساسي. يعني مش مش ده الصورة. خلاص? يعني ده الفريم بتاعها بالابيض ده ده خارج المشروع خالص يعني ده كله متر. ما تبقى المشروع نفسه جوه قد ايه? فهمنا? طيب اعمل ايه? ركز معها في الخطوات اللي هنعملها دي كويس قوي قوي قوي. انا اخد كده سليكت عليها. بيزهر للامج بتاعها. ممكن مسلا ايه اه اخففها شوية. اخليها شبه كده ايه شفافة. عشان له هرسم عليه حاجة بقى شايف. ممكن مسلا التركيز بتاعها ازوده شوية. خلاص? تمام? التركيز ليه عشان اشوف الحدود دي فاهمني? يعني مسلا سيه اريد اشوف الحد ده كده بالزبط. فالتركيز ده بخلي ايه? بزود التركيز عشان بالحدود او الفواصل تمام معي بشكل كويس. خطوط بانت هيا. تمام? فاهميني كده كده كلمة بقول لأ. يعني بحاول ازهر الخطوط بقدر امكان بشكل جيد يعني. تمام? كل ما زود كده كل ما خطوط توضح معي بشكل افضل يعني. طب الاضاءة ممكن اقلل الاضاءة او زودها. تمام? عشان تبان معك برضو. انا بحاول اشوف الحيطة بالزبط خلاص عشان لما اخد عندي بقديني مظبوطة. فاهميني يا جماعة? يعني بحاول ازهر الخط بقدر الامكان اه بنسبة مظبوطة يعني. اوكي? وضح كده يا جماعة اونا فيه مشكلة? اه? والفيت طبعا للتصديد ده بيخليها ايه تخف عندي ايه? الالوان شوية. والتركيز ممكن اقليله برضو سينة كده بسيطة. يعني بحاول اجيب الحيطة ايه بالنقطة دي. بخليها شفافة يا بش مهندس محمد فيد. فيد اهو. ده كده فيد اهو. تمام? ان انا بحاول اقلل بص اهو. شايف كده بقال ايه? خليها ايه شفافة الى حد من امر الفيد اهو. اللي هو بتاعي فوق اهو. طيب. طب انا دلوقتي يا بش انا عايز ازبط لسكيل ده. تمام? عايز ازبط لسكيل ده. يا ترى ايه هنا المقاس? انا معنديش خد بالك انا معنديش اي ديمينشن. واخد بالك انت? يعني اللوحة دي ما فيهاش اي ديمينشن خالص. لو فيه ديمينشن يبقى سهل. يعني او راجل قال لي مسلا من هنا الهنا خمسة متر يبقى سهل جدا. خلاص? اوكي? لا بش مهندس مايكل ما عنديش حيطة انا ما عرفش مق проф ف والداخلية تعتكي. انت بتقول لو حيطة الداخلية. طب انا ما عنديش اي ابعاد. ما عنديش اي ديمينشن خالص. فهمني هندسة? انا ما عنديش اي ديمينشن خالص. برضه الفرشة معرفش ابعاده. يعني انايران ما اما دلوقتي انا ما عنديش اي ديمينشن. انا بقول لك اهم كلها بالاخد اي ديمينشن. او كي? طب اي ديمينشن اللي احنا اتكلمنا عليه وقلناها بالزab somoser محمد مراد, مش مهندسة menor. انا باب الشقة ايه? متر. وباب القوضة تمانين. وباب الحمام مختلف. انا عندي اما باب شقة. اما باب قوضة. فيه من الحاجة? يعني بلعب على باب شقة? او ايه? باب قوضة يابش مهانسين. واضح الكلام ده ولا ايه تاني. خلاص? واضح? فانا باخد حاجة معلومة. باب شقة او باب قوضة. خلاص وحنا نتفعل الستاندار بتاعه. او ان انت ممكن تلعب لو ايه كده? ممكن تلعب على السلالم. درجة السلم. برد السلم. بس مش مضمونة برده. لان الدرجة تشغل على ثلاثين بس مش ضامن. خلاص? الاضمن اوي ان انا عاقل باب الشقة دايما متر. خلاص? واحد اقول لي تبايفرد الراجل اقول لا الواقع حاجة وفي اللوح حاجة. اللوحة دايما نسبة متر. انت بقى في الواقع تكبر تصغر زمانة ده تنفيز او ده مهاندس ديكور في التنفيز. طيب انا لو جيت كده رسمت لاين ركز معا كويس اوي. لاين هاخد لاين عادي وممكن نلونه باي لون. وابدأ كده بوس ازبط ايدي على قد ما قدر. شايف كده هوا. توسيطه هوا. كده واطلع بيه الحاد نهاية الايه الباب بتاعي هوا. شايفين كده? اهوا. ده المفروض ان الحادة تعتبائي. ممكن نلونها لكده بلون. للايضاح برضو. بلاش احمر خليلون مسلا اصفر مسلا. اهوا. خلاص? ادي باب الاوي. الاوضة هوا صح? من اول لحد فين? لحد الاخر. طوله قد ايه? يا نهر ابيض. ده اربعة سنتي. صح? طول الباب كام? اربعة سنتي. ههلا مفروض ده كده طول ده صح? طبعا التول ده مش مظبوط. نهائي خالص. اربعة سنتي اعمل ده انا عايزوا مئة سنتي. عايزوا متر كامل. عايزوا متر كامل. اوكي? طب اعمل ايه بش مهندس? بسيطة جدا. ارسم. خلاص? لاين اهو. اقولوا لاين ده انا متر. بص المتر قد ايه? ما شاء الله. تمام? يعني الباب المفروض يكون اصلا فاتحة الباب دي قدل ايه? الجزء ده. الجزء ده كله قدل ايه? لاين متر. تمام كده? طيب اعمل ايه? ساعتك هتاخد اللوحة باللاين الصغير ده. تمام? اللوحة بالله انت ما تعرفش غير ده. بس انا ما عرفش هنا في اللوحة ده غير ده متر. واعمل له امر اسمه اللاين. اقل. وابتدي ااخد من اول الخط لاخر الخط. فيمت حاجة? ومن اول الخط التاني? لاخر الخط التاني. اوكي? وقول له اسكيله هقول له اه. قال لك اتفضل دي مشروعك. ايه رأيك? ايه كده ده? هادي فهم حاجة? هادي فهم حاجة? اعيد تاني. اما ده سؤال اللي كان دائما بيجيلي. زي ما قلت لكم في ناس للأسف. للأسف حاضر بش موانس حاضر. هعيد. ناس كتيرة اوه بيروح يشتغلوا. وده انا اتكلمت في المضوضة المحاضرة اللي فاتت. الناس كدير روح يشتغلوا يوما يدي له بلان يقول له خد رسملي ده. تمام? الامر ايه ال بالزبط بش موانس عمر. خلاص? فيدي له بلان ويقول له يرسمه. هو مش عارف يثبوته. لا امسك حاجة معروفة وبتدي اشتغل عليها. تاني هو كنترول زي. انا خدت الباب وعارف ان الباب متر. بس حاول بقدر امجاب. بص انا حاولت وسطا ايدي بص انا لا اسمه من ايه? يعني في نص اخر الحلق كده ونصه. تمام? انا كل شو حيات التعديلات اللي كنت بعملها في الصورة عشان بها تاني والكلام ده كله فقط ان انا حاولة بين الخطوط ايه بشكل اضاق شوية. ورسمت خط هنا وشفت ده طوله كام? تمام? اربعة من مية اللي هو اربعة سنتي. وانا عايز بابي بقى كام برا? رسمت لاين تاني. تمام? بكم بمتر. خد بالك ان الامر ده واحد كان يقول لي بقى سكيل وخد نسبة واقسم وطرح واضرب وسكل والكلام ده كله مليون في المية عندك نسبة خطأ. موضوع سكيل بيبقى صعب بنسبان لنا جدا. طب ليه انا اشتغل سكيل وهو راجل حدث لي امر جميل جدا اسمه اللاين بيسكل لو واحده بيزبط الدنيا زي الفل. تمام? خلاص? انا ليه اوجع قلبي? لا انا موضوع بسيط جدا باخد الصورة مع الخط. ممكن تعملهم بقى جروب مش جروب انت حر. خلاص? باخد للصورة مع الخط. ليه? الخط هو الريفرانس والصورة دي اللي انا عايز ارسمها. وقول له ايه ال? خلاص? واسكيل. اعفوا. وقول له هاتلي من اول خط خد بالك بقى راحز ليه? اني قد بكون مزبوط. لاخر الخط. ومن اخر الخط هنا بس كانوا بربط بحبال. شايف كده? كانوا بيوصف بحبال كده. واضحة? واقول له خلاص انا وصلت. تمام? هتسكل هو بسألك هو اعتماد عن على النقاط دي. اقول له ايوه يس سكل. تمام? هتلاقي بالزبط اللي ايه اللي هو حطاعتك بقت مصبوطة. لو انت كده هتلاقي الباب بقى متر. طب ما تيجي مش موقع ستنعمل كده ونتأكد من كلامك ما يمكن الكلام ده مش مصبوط. اقول لك تعالي سيدي نعمل كده مقاس. خلاص فيه البلانة اهو صح? تمام? ونفتح الديمينشن كده نتفرج. اه الراجل قال لك ايه? الديمينشن بتاعنا كان في كامل مش موقع سألك بص يا سيدي. المسافة من الحيطة دي اخد بالك حاجة كسرة هي. العمود ده متر تلاتين والمسافة من الحيطة دي الحيطة دي كم? اه? اربعة وتلاتة. اربعة متر وتلاتة ايه سنتي. طب ما تيجي هنا كده على لوحة تقريبا هو هنا في لوحة مزدوجة ولا كبيرة? اه لا ماشي نفس العمود. ماشي? تعالك هنا العمود ده قال لك متر تلاتين هعمل لك كده دي اي ديستانس. وبتدي اس من هنا بحاورة وسطا كده ايه دي بالزبط اه في النص كده على قد ما قدرت لحد هنا تقريبا اهو. تمام? ان اداني المسافة ايه? اكبر شوية. مش عارف ليه? في فرق هنا في المساحات اكبر سنه. مش عارف ليه فرق في المساحات دي. هنا لحد دي فين? لحد هنا كده? كام? خمسة متر واربعة. هو كان اقل لي هناك كام? اربعة متر واربعة. لأ هنا في حاجة غلط في المسافات دقيقتنا. المهم يعني. فالسكيل بتاعنا واضح ان في مشكلة عندي فين? في البعد الباب ده. خلاص? تمام كده مش مانسين. نشوف كده تاني. اي بعد تاني اقرب نحاول نزبط عليه. المسافة دي خمسة ونص من هنا الهنا. نقيس كده هنا تاني. دي اي اه نزبط من هنا نحاول نزبطها كده بالراحة. تمام? من هنا لحد هناك كام? اه? خمسة ونص تقريبا. تمام? ستة وشواء. في متر زيادة. يعني هو في متر تقريبا زيادة داي بقى. ما كانش متر في اللوحة. الباب ده ما كانش متر في اللوحة. ايما انت محتاج تزبط على حاجة تانية. انا ممكن اخد على حاجة تانية. ما تكونش الباب ده متر. خلاص? نشوف الباب ده تقريبا. طيب نقص الباب ده دي اي هيبه كام? من هنا لهنا? متر برضو. مظبوط. لا ده مش مفروض ده مش متر بقى. المفروض المطبخ ده تمانين سنتين. هو ده ممكن يكون عمل فعنا الفرق ده. المفروض ده ميبقاش متر. خلاص دي غالطة طبعا في الصورة واضح ان هو كله ميه? ميثبت كله مترات. فده اللي مبوز ايه? الاسكيبت. يعني الصورة حتى جاء بايزر. متر برضو. تمام? هو زبط البابان كلها على متر. طيب لو انا زبطت ده على تمانين. تمام? كده? ده كده المفروض يكون كام? ده متر كده زي ما هو عمله? لا انا عايز اكون كام تمانين سنتين. بتاعه. اهمنا كده مش مانسين النقطة دي? وضحت القصة دي جماعة? مش مانسين عزاء. ادينا كده تمام? ها? مش مانسين. ادينا كده واضحة? انا اقول لك ده خليه تمانين سنتي. خلاص? اللي هو فتحة الباب واعمل له تاني بكل الابعاد بتاعتي دي كلها. تمام? مع اللوحة وشيل منها دي. الجزء ده كده اعمل لك ايه تاني. والوس بطلي ده. على ده. ده المفروض يكون تمانين سنتي ما يبقاش متر. اقول لك سكيل اوكي فالمفروض ده يكون كام بقى تمانين سنتي بالكامل. ده على كده راجع ابعادنا تاني. تمام? نقيس بقى كده دي الابعاد اللي هو عملها. خلاص من هنا. آآ كده. لحد الجزء ده. زبط بالزبط. شايفين? اربعة واتنين سنتي. فهمنا? اربعة وايه? واتنين سنتي. شوفت بقى القصة عاملة ازاي? تمام? جاب لك اربعة واتنين سنتي هنا كامل كاربعة وكم? وتلاتة سنتي. يعني الغلطة في سنتي. فهمنا كده بشو مانسين? يبقى الغلطة فين? في سنتي. وضحة ولا عيد تاني. تمام? يبقى كده زبطت على الباب المطبخ اهو تمانين سنتي. اوكي? زبطت على الباب المطبخ تمانين سنتي. اوكي? لان ده خلاص ده مظبوط عندنا. فلما جيت اس لابعاد بالزبط زي ما هو قيل اهو هنا قال لك كام? كام? اربعة وكام? وتلاتة سنتي. اوكي? تمام? تعال كده نقيس وكده تاني عملت كده. دي اي. من هنا. من هنا بازبط على الحيطة كده بقدر الامكان اهو مسلا كده. تمام? واطلع لحد فوق الحيطة التانية. من وش الحيطة. خلاص? لحد هنا. تمام? مديني كام? اربعة بالزبط اربعة وتلاتة ايه? سنتي. لا مش من صبري. تلاتة من مية. مش اه مش فارق عشر سنتي خالص. شايف البعد قديه? بالزبط اربعة وتلاتة سنتي. بالزبط نفس الطول. في انتين بشان صبري. ده كده جاب لك الطول بالزبط. تمام? يعني ما فيش اي جاب خالص. تمام? ادني عندك اذا ما تحط بقى دايمنشن كده هنا من اول الحيطة. اهم حاجة بس انك تحاول تصبط ايدك ايه توسطنها كده بالزبط? من السمك? لحد فوق كده. اهو لحد هنا كده اهو. تمام? هيديك كام? اهو ادي المسافة بتاعت حضرتك بالملي. تمام? ادي المسافة. كام هنا بشمهندس? اربعة وتلاتة. وعن لوحة كام? اه? اربعة وتلاتة. يبقى انت كده. باشا وحضرت رجل على رجل كده وقعد متطم تبديه خمسة ونصف تعالى نتأكد برضو مش هناخصل حاجة. ناخد برضو نفس الديمينشن اهو. اوكي? وهبدأ كده من هنا من وش الحيطة بس طبعا ايه اخد بالك ان انت بتاخد من صورة? هتحاول تمسك الحيطة كويس. تمام? حتى لو متوسطة لنفسك كده. لحد هنا كده يا بشمهندس. تحدي الحيطة اللي بعدها. ماشي? بالزبط بالملي. بالملي خمسة ونص. يبقى انت كده التطبيقات عندك. تمام? الدنيا زي الفل. قدي الخمسة ونص. وادي الاربعة تلاتين. عايز تقيس برضو عشان مش هنانس عمري بقول لي افقي ورأسي. هقيس كده سبعة كام? اتنين وتلاتين. تمام? يبقى اخد بحط لك ابعاد اهو. وهبدأ من الحيطة دي اهي. شايفها? بواسطة الايدي في النص كده. لحد الحيطة دي كده. اوشي شباك. تمام? اهو. كام يا بشمهندس البعد بتاعك? ها? ايه رأيكم? يبقى البعد عندي هنا كام? سبعة اتنين وتلاتين اللي هم هم هنا كام? في اللوحة نفسها الام? ها? كام يا بشمهندسين? اوكي? يبقى انا كده اللوحة بتاعتي او الصورة بتاعتي كرفرنس اللي هو جابها لي من البامفلات او البرشور. الرفرنس بتاعي اللي هو اه الباب بتاع المطبخ او الحمام او الشقة. اوكي? الدنيا عندي زبطت مية في المية. طبعا انا هوضح هنا هو في الصورة حاطت البابان كلها مأس واحد. يعني ممكن تلاقي تمانين سنتي بورد اه. يعني هو حاطت البابان كلها بلوك. بقيمني? ما ما عملش زي ما احنا عملنا بقى تمانين والايه? والتسعين والمتر. اوكي? فاخدنا باب المطبخ تمانين خلاص باب المطبخ تمانين زبط الديمانشن بتاعي مزبوط. اوكي? طيب. يبقى انا كده حلت مشكلة صعبة جدا وبتقابل الناس كتير اقوي زي ما ترجعت لي منها شكاوي كتير او اسئلة كتير اقوي اه من بر مصر ومن مصر هنا. فاحنا كده حلينه طيب انا خدت حط الصورة وزبط الاسكيل بتاعها. طيب. ايه المطلوب بنحضر لك ايه بقى? ولا حاجة ابتدي امشي بلاين وارسم. شف بقى. ابتدي امشي كده بلاين وابتدي ارسم اللي انت عايز ترسمه. ايس اعط طبعا لو است العمود ده بقى كده شو فقط دي ايه? ادي العمود بتاعك مسلا تاخد برضو العمود كده توسيط اهو. كام كده يا باشا العمود بتاع حضرتك? ها? استلم متر تلاتين. يبقى انا لو كده خدت وبدأ ترسم بقى العمود ده كده اهو بالزبط هتجيب لك الليه العمود بتاعك ريكتانجل وارسم يا باشا ما اتش اقول لك اي حاجة خلص. تدي بقى ارسم حيطانك تمام? هتشف اللوحة مش هتاخد منك حاجة مجرد نص ساعة كده تعمل لك كده في انجان اهوة ولا كبات شاية حلوة كده تمام? وتوقع تشتغل نص ساعة كنت شافيت اللوحة بتاعتك وطلعت المشروع بتاعك على طول. يبقى دي تاني طريقة عندنا في الشغل بتاعنا يبقى اول طريقة عندي ان انا بيجي لي ملف الكاد او صورة تاني اهو براجع مع الناس او صورة المشروع تمام? صورة كده تبتلت ساعة تكترسمها. تاخد الابعاد بقى مظبوطة وترسم. ماشي? اولا بيديها لك صورة زي كده تمام? بسحبها دراج ودروب في اللوحة بتاعتي واسكل على حاجة. اشوفوا طبعا اول افضل شغل عليه على باب. احنا شغلنا على باب الشقة بس طبعا ان هو ايه? واضح ان هو كان باب الشقة بالنسبة لهو حاطب بلوك واحد. فباب الشقة ما زبطش للبعد. فزبط على سكيل ايه? المطبخ عندي. او تزبط على باب قوضة تسعين براحتك يعني. يعني باب قوضة او باب مطبخ. تمام كده بشمانسين? يبقى انا كده جاهز ان انا شفت اللوحة بتاعتي. ودي الطريقة التانية في الشغل عندي. حد لي سؤال في الطريقتين دول? حد لي سؤال في الطريقتين دول? هم? العافظة بشو انت سمعت علي بس. علي. طيب. اه. والله بص يا مش مهندسة اه المالتي لاين هنا مش هيزبط معاك لان ما فيش اكسات. هيفضل انك تعمليها بولي لاين. يعني يفضل انك تعمليها بولي لاين. خلاص يعني ممكن تخلي بولي لاين على طول تشتغل عليه. هيبقى اسهلك من المالتي لاين شوية. المالتي لاين تحضل توسطاني بقى وكده هيتقيبك شوية. فممكن هنا تشتغلها ب ايه? اه. بولي لاين على طول. تغضي بولي لاين وتمشي المشروع بالكامل من الدخل. اوكي? تمام? طيب. اه. ده كده الطريقة التانية اللي احنا كنا بنتكلم فيها. احنا كنا بنتكلم في تلات طرق. قلنا اول طريقة عندنا عشان الناس برضو ايه. اه. تفتكر معاك بسرعة. احنا قلنا في عندنا المشروع بتاعنا في تلات طرق. خلاص? اول حاجة اول حاجة بديها لك اللي هو الايه? ها الكاد بلان. صح? تمام? تاني حاجة يديك اللي هو الايه? ها الجي بي جي الصورة. تمام? تالت حاجة ها رفع الايه? المقاسات يا بيش مهندسين. ودي قلنا دي اكتر شغلنا رفع المقاسات. ده مش كده او بس. انا ممكن بعد مرسم دول او اشتغل مدول اروح ااكد بينين برافع المقاسات. يعني انا لو حتى برضو داني ملف الكاد او داني الجي بي جي. لازم 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 انزل برضو بص. لازم انزل بص ليه? لان احنا في التنفيذ ممكن حاجة تختلف. يعني احنا في التنفيذ على واقع ممكن حاجة تختلف. ممكن شباكي يكبر شوية شغل شوية ترحل شوية تعمل كده. فلازم تاني برضو انزل بص واعمل معينة للموقع بتاعي. واعمل تشاشني كده سريع على المقاسات باللوحة اللي في ايدي او الصورة اللي معي او الى اخره. تمام? طيب انا بقى لا معي صورة دي بقى البنت الثالت او النقطة التالتة. انا لا معي صورة يا باسمهندس ولا معي اه كاد ولا معي احجة خطز. تمام? والرجل جاءلي يقول لها عندي شقة وعندي الدوبلكس او الفيلا او او الاخر وعنز اشت طبع. هعمل ايه يا باسمهندسيين? في الحالة دي ساعاتك تمام? هتفضل مشكورا ان ان انت هتنزل او هتاخد معاك حد المساعد أو اتنين اللي هم الأياسين بيقول لهم الأياس يعني أو بتاع المساحة خلاص بينزلوا ورفعوا لك المأسات بتاخد اتنين الأياسين كده معهم متر حلو كده وبلوك نوت جميل تمام ساعتك ممكن بقى بذات البشمهنسات طبعا بشمهنسات مش هتشعبطوا بقى ودو يقيس وكده لا بيبقى فيه معهم اتنين مساعدين هموا بيقيسوا بس ترسم سكيتش وهي واقفة هوريكوا دلاتي فيديو انا عملت لكم الواقع من الموقع هوريكوا حالا فيديو صغير كده هوريكوا ديني بتبقى ماشية زي في الموقع بالزبط بتنزل معاك اتنين مساعدين خلاص هم بيقيسوا وانت بتسجل وراهم الداتا بتاعتك او ممكن يبقى معاك انت مساعدين ممكن تنزل انت معاك مساعد ترفعوا المأسات سوا مع بعض دي مش مشكلة خلاص لان طبعا فيه مأسات بتبقى الحيطان طويلة مش هينفعة تجيب بها تبقى الطريق الناس لوحدي لاني كنت شغال لوحدي تمام فلازم يكون معاك حد المساعدة عشان يقدر مسك قدامك المتر بتاعك طبعا المتر عارفين او ام شايفين المتر اساسا المتر هو واحد القياس هتشوفه دلاتي في الفيديو متر واحد القياس لازم يكون معاك ولازم يكون معاك الكشفول بتاعك او النوتس بتاعتك او السكتش بتاعك في الموقع تعالوا كده نشاه فيديو من الموقع ونتفرج مع بعض ونشوف انا انا فاطر لكم ايه الفيديو ده اهو باسم الله. ده الفيديو اعتقد. ايوه. اهو. اهو. تمام. اهو. الفيديو ده انا نصوره من الموقع. من الموقع نفسه. انتو شايفيني اوه لو ما شايفين. مش مانسين. الفيديو واضح او لا. اوكي? اهو. ده فيديو انا صورته بنفسي. معلش انا كان الصبح بدري بقى والدنيا واللخبطة فايه اه اه اتمنى بس يكون الصوت واضح نحودي لو في حاجة ايه اه هو. اهو. انشغل فيديو هو كل ما بقى معي. اشغلوكو الفيديو اهو. اهو. زي ما اتشغل زي ما اتشغل عبدالزاد مش دعوة. زي ما اتشغل حبيبي. ده الباب. زي ما اتشغلين طيب. معدي المنبخ بتاعنا. زي ما اتشغل زي ما اتشغل عدي باش دعوة. اهو. اهو. ماشي? تعالوا ببصوا بجاب اللي انا قتلكوا عليه فاكرين. الجاب ده شايفينها? لما قتلكوا هنا في كاميرا وتحت منها هنا حيطة فاكرين في الرسمة? ها? لما كنا بنرسم كده في الكاد. تمام? قلت لكم ان اخدوا بالكم ان هنا اخدوا بقى ده ده اختلاف عن الواقع. يعني هنا بص خدوا بالكم اللوحة اللوحة هنا هو قفلة حتة واحدة. صح? فتتحس ممكن تفتكر ان ده عمود. لا انت ما تنزل عشان كده قتلك لازم تنزل تعين في الواقع. فلما جينا لسمناها قتلك لا اخد بالك ان انا عندي ايه? ها? الجزء ده فيه تحت منه حاجة حيطة مستقلة. تمام? اوكي? فهمنا النقطة دي? الخط تدياش الله ينقلك بشوان سعيم. فهنا هي بينا هي في اللوحة. اهو. ايو? ايو. ايو. ماشيش عشان برضى الناس في التصميم مخدين بالهم. اوكي? وده البلكونة. ارطي راس بتاعنا. اهو. الشبك مع الجزء ده. والله سمع ان دي عندي هنا كمار اخصف فيه. خلاص وفي عمود. موجودة عندي في طبعا? خلاص ادي جوز بتاعي. طبعا هنا ترتيبه راح نشغلوك في باب المجارة. بتاعنا. طيب. لما كايز بقى المضوضة كده في جغلة تتاعي. اول حاجة طبعا انا بنيميني اخد ارتفاع بداعي. ارتفاع السقف البراطة التعتيب من فوق لحد الارض. طبعا لكم مضوضة مهمة جدا في الارتفاع عشان ساعتك انت بتفرش تبقى عارف ارتفاعتك مش هزاي. تاخد بالبلاطة. ارتفاع السقف بتاعك صافي من الداخل. من البلاطة لوش البلاطة. اوكي? طبعا اميحط نضيف الانشغل عندي في رامن في عندي راتش وحاجات في الارض. باشوف مكان خويس نضيف قد رئيس منه بزرطة اخد ارتفاع بتاعي بتاعنا. ادي ايه? ماشي? ادري اخد ارتفاع بتاعي المزبوط ادي ايه عندي هنا. خلاص فباشوف اي مكان كده كده اكون جوز ادري اخد هزي uno. ايه ايه. معلش? سبعا الصبح كان الهواء صعب اوي في دور عجب. تمام. رجعنا ثاني. اجيب البيضات. تمام? معلش مشتماعات محمد بس الفكرة كلها. طب يعني عايزنا افعل الصوت واش راحنا. تمام? للمكان اللي انا هكي بالزبط كده. كده صوت واضح. ماشي? فخليني كده ارسم الكروكي هنا وارجع لكم زيني عشان نزوف المعشة التي نعم بس ايه. طبعا انا برسمه مش لازم يكون لازم دقيق دي تاني لازم نغير. هاكي ده الصوت اوضح? كده اتوك اعرف انا برسمه بس كده ماني ولا عشان اخد المعيسات طيب بس ها بش مانسين. ها خلص هانها اقف لنا الصوت من هنا من الفيديو. واش رح انا اه بصوتي انا عشان لو كده ايه اه لو الصوت عندوك مش واضح. اوكي? طيب. اه. المالف ده موجد على الجهاز صح? اه. في فوق عندك في اه في شريط موجود في اخر و تلات مؤت. اه. في التلات مؤت دول ممكن حدرت تدور على اختيار اسمه اه ايوز كومبيوتر ايدو. ايوز كومبيوتر ايدو? مش موجود عندي في ريكورد في شات. لا مش موجود. مش مشكلة انا هاشرح انا بالصوت مش مشكلة وممكن ارفعهوله ما اتفرجوا عليه. تمام. خلاص? تمام انا هتابع انا بالصوت. الاسلام لي هندسة. اه بص مش منسين انا طبعا هقفل الصوت لان طبعا كنت مسوره في الموقع وفي هوا وفي كده. فانا هاشغل الفيديو هاشرح لكم عندي على طول اوكي? طيب اه كده احنا كده بنوضح الفيديو ادي مدخل الشقة بتاعنا. تاني اه انا باش رح انا بقى بالصوت. ادي مدخل الشقة او ده ده الشقة. ده رسيبشن بتاعها. آآ المدخل دلوقتي آآ هايبان ده الرسيبشن بتاعي ده مدخل الباب بتاع الشقة هامدخل ده الكوليدور بتاع الشقة. اوكي? تمام زي ما انتم شايفين كده? خلاص ده المطبخ اللي هو في الوش ده كده دção مطبخ. ده المطبخ اهو. باب المطبخ ودي باب الحمام اللي هو ايه في الريسيبشن. اوكي? تمام? طيب. ده كده الريسيبشن هيبان معك بالقطع بتاعتنا. ده او القطعة. وزي ما قلت لكم هنا الجاب اللي هي في العمود دي. شايفينها كده? دي الجاب اللي احنا قلنا كده. لازم معاينة الموقع حتى لو جاب لك كاد او صورة لازم تنزل تعاين الموقع. تمام? وده العمود بتاعنا هو متر تلاتين. زي ما انت شايفت جابة هوا بوضحها لك. اوكي? وده باب البلكونة اللي هو جاي بميل زي ما انت شايف كده. ده البلكونة زي ما انت شايف كده اهي بالزبط. تمام? وبعدين الايه? الشباك بتاع الريسيبشن الامامي. خلاص. اه وبعدين عندك بقى في الايه? اه الجزء التاني اللي هو احنا بنتكلم فيه اللي هو الايه? اللي بقية الايه? في العمود اللي في النص هو وفيه كاميرا فوق هنا موز ايه? ماشي مع اه العمود فوق. عشان ناخد بالنا برضا فيه كاميرا فوق اهي. وفيه العمود عندنا فيه النص. اه اه شايف حد يقول اديو بس ده بس مفيش عندي مش لا انا اديو دي خلص. فيديو. فيديو سيتنج. مايكروفون ممكن تكون هنا. اديو سيتنج مش باينة. سويتشنج توفون ليف اديو سيتنج. مش واضح يا ماشي ما علينا. المهم. خلص فده كده ايه? الشوقة طبعا هنا تركيبي الباب شغالة هون طبعا العمال كانوا شغالين معنا الصبح يعني. الصناعي شغالين. خلص فهنا كتصورتك عشان كده انا كنت وعرف لوحدة كنت محتاس شوية. المهم. اه قلنا نقطة مهمة جدا لازم اخد ارتفاع السقف بتاعي البلاطة من جوة من وش الارض. خلص من حتة نظيفة طبعا. باخد من وش الارض اه اه ارتفاع السقف من فوق. ماشي? من السقف من فوق ما ليش عبك اما باخد السقف. ايه? وببعد عن اي مكان في رامل. ايه ما اجيش تقول لي فوقفل فوق رامل كده او راتش. وتقول لي انا هاخد الماسمة. لا انا باجي على البلاطة نفسها. تمام? في مكان نضيف كده او انا حتى برجلي كده بنظف لو في حاجة كده بحاول اوصل ايه? لأرض. اه الاسمنت نفسه. الخرصانة نفسها بتاعة البلاطة بتاعتي بحاول اخد ايه? ارتفاع بتاعي كويس. خلاص? اوكي? طيب. اه طبعا بحاول عمل معينة. طبعا هنا في كاميرا هنا ما كانش بينة في الرسم على فكرة. خدوا بالكم. انت لو بصيت في الكاد هنا. تمام? ماشي? مفيش هنا كاميرا. يعني بص هنا الكوريدور مفتوح. فهنا لأ في الواقع لاتفي كاميرا. هنا في خطأ هنا في الرسم. تمام? وفي الصورة. يعني في الاتنين في خطأ. تمام? ان هنا المفروض في كاميرا. تمام? زي ما شايفين كده في الصورة هنا لو رجعنا كده خطوة صغيرة قوي. اهي. شايفين الكاميرا دي اهي. خلاص? فده خطأ في الرسم وفي الصورة. يعني في الاتنين. عشان كده قلت لك سواء كده ملف كده او جالك. آآ صورة لازم تنزل بعين بعينيك. لازم تشوف. يعني في كاميرا هي تماعرش الكاميرا دي مش بين خلص. فانت ممكن ساعتك تصمم ومتش حفظ بحسابك ان في هنا كاميرا تفاجأ بيها آآ عند التنفيذ. اوكي? طيب. آآ هتدي بقى ارفع المقاسات زي ما تلك فيه بتاعك الجميل في ايدك كده. ده ما بيفرقك شعر طول. ده كده في ايدك وانت ساعتك موجود. بتطلع البلوك نوت بتاع حضرتك. تمام? وانت بتدي ترسم كروكي للمكان اللي انت فيه. خد بالك هنا انت هنا بقى في الرسم في رفع المقاسات انت هترسم اوضة اوضة. خلاص? او فراغ فراغ. يعني هترسمه لوحده غرفة النوم لوحدها. المطبخ لوحده. الحمام لوحده. وترفع مقاس كل جزء مستقل. عشان كده المعينة دي بيبقى ليها رسوم. يعني بتجي تنزل معينة لها رسوم منفصل عن التصميم او بيتم بتحميلها على التصميم. اوكي? لان انت بترفع مقاسات بتنزل آآ مساعدين او بتنزل آآ اياس. ييس المكان ده كله. فده بيبقى لي رسوم بتقيس انت المكان بتتفاصيله. خلاص? فآآ لازم بتاخد بالك من نوتة دي. فترفع فراغ فراغ زي ما قلنا بتجيب البلوك نوت. طبعا انا بفتح بس البلوك نوت كده وطلع الالم. خلاص? باجيب البلوك نوت زي ما انت شايفين كده بطيدي افتح وطلع الالم كده بطيدي رسم كروكي للمكان لنا فيه. مش لازم رسمة يعني خلاص لا كروكي. اوكي? برسم كروكي كده للمكان اللي انا فيه تقريبا آآ ريسيبشن. اوكي? فهبطيدي كده هرسم الكروكي وارهولكو دلوقتي. اهو ده كده ترسم الكروكي اهو شايفينه كده? ادي شكل الكوريدور. ادي باب المطبخ والحمام باب الشقة وادي الفراغ الاولاني اللي فيه شباك دي انا عمل كده شباك راي مش اخبط شوية بس يعني معقول. ارسم على الهوم دي اقني شوية بس ايه? اه عادي بقى. اهو كده الكروكي اهو شايفينه كده? فانا رسمت الفراغ ادي الشباك وادي الفراغ وانا عمله ده اشتهولة وانتوا اخدين بالكو عشان اخد بالي من النقطة دي. وادي عمود. وادي باب البلكونة وادي شباك التاني وادي العمود والكامر وادي الايه? الجانب فيه عمود برضو صغير والباب. اوكي? ده رسم الكروكي اخد بالك تترسمه كده. سمك بقى الحيطة ومش سمك الحيطة وكلام ده كله دي الوقتي. اوكي? لان انا برفع مئسات من المكان. سمك الحيطة ده لما اجي اشتغل فيه الكاد. انا برسم الفراغ بس من الداخل فقط ومقياسي من الداخل فقط. واضح الكلام ده كده يا جماعة. طب تعال لك انا نشوف بقية الفيديو. اوكي? اهو ده كده اوضح الصورة اوضح شوية. خط الداشتبان اهو. انا عامله كده اصدر عشان انا بان ان في ايه? اه? مسافة او في حيطة داخلية. وهنا وباب المطبخ وباب الحمام. ودي الشباك عملته كده شرطتين. وكبرته شوية كده ايه? عشان باني هنا في شباك. طبعا انا اعرف انا انا الوافع المعينة وانا انا شايفها بنفسي. تمام? اوكي? طيب. ببتدي كده بقى فايه? معلش انا وقفت كده على الشباك عشان ايه? اه بشمانس محمد بقول لي فيه كاميرا جنب الباب. اه. تمام. ده صحيح. لا مش جنب باب الشقة. همشوف. لا تنشوف المقاسات اللي همبص عليها. خلاص? فانا ايه لا ايه? بقول لك انا كده رفعت المقاسات. حددت العمداد ده مدخل بتاعي باب الشقة. انا بوضح طبعا ايه? ليه انا? او لو حد هيرسم. يعني انا بوضح عشان لو في ده الرسام عندي في المكتب. او حد من الزملاء اللي معاها يرسمها. فانا بوضح له الدنيا عاملة ازاي. والباب والشباك زي بقول لك اده اضاح الشباك. خلاص? وازا ما قلت لك كده الشرح بتاع ايه? ده العمود اهو. وده داشت اهو بوضح لك انه في داشت اهو. انا برسم كده بوضح لك انا برسم ازاي وشغال ازاي. وده العمود. وده باب البلكونة. وطبعا بيبقى ميل مع الحيطة. اهو بوضح لك اللي ادي الباب اهو. زاوية الميل بتاعته. ماشي. والشباك. اللي انا وقف قدامه ده دلوقتي اللي بصور لك منه. يعني ده الشباك اللي انا راقف عليه والي. ودي الكاميرا اهي. تمام? اللي كنت بيتكلم عليها كده. دين كاميراHAHAHA ما فيش كاميرا. هناك مش محمد لانت هتكلم بجنبي بشارك ما فيش كاميرا. تمام? ودي الكاميرا فوق اهي. في الفراغ اهو مقطعه فوق اهو. تمام? زيما انا شايف كده ببقى هاد يشت كده. و Vedo هكبfully. هنا برضو بتكمل معايا الكاميرا هو العمود في النص. اه تمام وهنا برضو هبص العمود هنا مفيش كاميرا بفوق اهي خلاص اوكي يعني انت انبصت كده هنا مفيش كاميرا فانا رسم بس ايه مسافة العمود فقط لغير تمام? اه انت قمزك الكاميرا اللي قلت عليها اللي فوق دي. عفوا. تمام? فالكاميرا اللي فوق دي 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 بقى حد لايه? تترسم مع الطرقة. تمام? انا برسم بس فقط دلوقتي. يعني تركيزي كله على الريسيبشن فقط لغير. تمام? اوكي? طيب. بتدي شوف كده العباعات بتاعتي. وبتدي بقى اقيس عندي وبتدي سقط ده العمود اهو زي ما انشافيين رسمة العمود كده وطبعا ما فيش كاميرا. ودي الباب. تمام? خلاص? هباخد الالتفاع زي ما انت رأكد الالتفاع دي لازم مهم جدا لازم اخد الالتفاع بتاعي. بكتبه كده عشان بقى معروف عندي. هبتدي بقى معلش هستعين بقى بحد من الهناك لابتاع مش عارف ايس لبقى عشان كده بقولك لازم يكون حد معاك لان انت بترسم وبتسجل وبتقيس. تمام? فطبعا لازم يكون معاك حد او بيكون معاك اتنين اياسين بقيسه قدامك وانت بتسجل على البلوك نوت يعني ما بقاش واحد الواحده بيعمل الموضوع ده اتنين على الاقل او تلاتة. اوكي اتنين او تلاتة عشان ببقى بعض الناس تبقى ايه تهم النقطة دي واحدة يقولك اي عمد او ده ننزل لا اسفه ومش احف لا الموضوع مش بالصور انت بتخيلها انا مريك فيديو بالواقع حشان تبقى فاهم ايه اللي بيحصل بزبط. او طبعا ده التصوير اهو خيستعنت بواحد ما ده المتر بتاعي اللي انا بقى لي تكلمكو عليه طبعا ده باستمرار في جيبي ما بيفرقنيش. خلاص? ده المتر او عشرة متر برضو عشان تبقى انت في الصورة. ببتدى ايس كده زي ما تشايف او خلاص? من اول حيطة بزبط اخد جزء جزء وايس. وابتدى سجل على طول بحضات القياس بتاعتي. واجه على ايه على البلوك نوت كده وسجل دي ادي واخد بالك انا بقيس بصمت. تمام? تفتح تشيبك على الواقع لان اخد بالك الشقة زي ما تشايف نص تشتيب نص تشتيب على المحارة. فانا بقيس الفراغات اللي بعد ما خلص محارة وركب حلوق وخلص كل حاجة. تمام? بطيلة ايس اهو واحدة واحدة كده زي ما انتم شايفين. واخد برضو جانب باخد كل جزء في الحيطة زي ما انتم شايفين كده. تمام? واخد بالك برضو باخد الجلسة دي اللي هي الجزء اللي تحت ده شايفين الجلسة دي. برضو عشان لو هتفرش هنا حاجة هتحط مسلا ساي مسلا اه ركنة وتحط الفوتيح هتحط اي حاجة هنا لازل اي واخد بالك. اه بشو نصر الصغر في الحالة دي بدي بقى ماشي معنا بالصمت افضل. اولا بص انت حر على سبتين متر ماشي بصمت ماشي بس هنا في الحاجات هتلاقي في فراغات. يعني هتلاقي الشبك ده متر تاتة واربعين في متر تاتة واربعين. فمعمل مئة تاتة واربعين على طول. مش هكتب واحد بوينت كزا. تمام? اه لكن انت حرة في الموقع براحتك اللي انت بترتحيل واشتغل بيه. اوكي? لا بس الاتنين مع بعض في رأس محتاش متة وهكيش. خلاص? الاتنين مع بعض ميتة وهكيش. خليك يتشغل كله بالصمت يا كله بالمتر. عشان ما يجي لما تيجي ترسمي في البيت. او تراجع ما تلاقيش الدنيا عندك بايزة. مش ما نصح ما بزقط في متر ليزر بيرفع المساعدة كلها اه. تمام زي ما فيش ير بليزر. خلاص كله بقى بليزر افضل. اوكي? اه العفوة عن دس. اه ممكن تشغل بالمتر ليزر ما فيش مشاكل خالص. بس طبعا المتر ليزر اصلا غالي مكلف. اوكي? اه بش مرص ما هيكي الابليكيشن موبايل مش دقيق اوي. يعني ابليكيشن موبايل ما بقاش دقيق اوي. يعني بهميني الدقة في المقاسات عشان تده طلع على شغل مزبوط. اوكي? يعني برضه اجربتوا كزا مرة ما بيدينيش الابعاد مزبوطة. خلاص بيبقى فيها جاب برضو. تمام? الليزر لا اوكي ممكن الليزر يديك المقاس مزبوط. التانية اللي هو المتر العادي مفيش مشاكل. خلاص? بس الليزر طبعا بيقى مكلف تمنه غالي يعني. طيب انا هنا بسجل البيانات بتاعتي. طبعا زي ما شاهدين انا الواحدي محتاس يعني انا عمامسك مسك البلوك نوت وارس ببص يعني هنا مسلا حتة زي دي بص المتر بقى ايه بدائك. لازم حد يكون معك بيمسك معك. خلاص? تزبط الدين بص او شايف انا يعني ايه او خلاص بقى يعني او شايف اقول لك على الاقل اتنين. محاش يتشطر وقول لك انزل ايه ست لوحدي. المهم ده كده السيستم لك ترفع المقاسات بتاعتك. خلاص? طبعا انا بحاول اثبت على مقاسات واخد الايه الابعاد بتاعتي زي ما ان شاهدين كده. اقول لك مسلا الله البعد ده قد كده. بتسجل اه الابعاد الابعادتي على اللوحة زي ما ان شاهدين كده بظبط. او كي? زي ما انا متابعين اهو. بالظبط يا مش مانسى محمد اعمل ليكم مخصوص بصراحة. اه. لا مثلا انا عندي البلان وعندي كل حاجة انا عندي الابعاد بس انا اريد انت ما تنزل تقس في الموقع ازاي. يعني انا من هناك انت مخصوص زي ما انت قلت جدا بالظبط. عشان اريك منزل ارفع مسات ازاي. لا على ايه مش مانسى محمد انا كده اجلا في الموقع عادي يعني. يا باش اولا اهمك. خلاص بص باها برضو الكاميرا سقوط الكاميرا. خد بالك فيه تفاصيل كتيرة قوي. يعني سقوط الكاميرا نفسها من السقف. لازم ايس السقوط من فوق قد ايه? والبروز بتاعها قد ايه? خلاص? هنا برضو كده اهو. خد ايس. شاف المتر كده اهو. خد ايس السقوط بتاع الكاميرا. كل الحاجات دي مهمة جدا في التفاصيل. عشان لو انت بتفرش. خلاص? تبقى عارف انت شغال زي. حتى برضو في حساب الكميات تقدر تشغل كويس. مسلا ورق حقت في الحتة دي فانت عايز كزا في كزا. بتحط مسلا سيرو خمس ناعي فانت عايز كزا في كزا. تمام? الحاجات دي كلها بتبقى مهمة كده. وبتدي تكمل بقى بقية اللي ايه? الغرفة عايز بقى اجيب بقى بتاع السقفة الشعبة دلوقتي عشان انا حاول اجيب بتاع السقف دي. خلاص تجيب الارتفاع. بص بشوف مكان كده منغضف كده برجل يكون على البلاطة بالزبط. بتدي ارفع. طبعا ما بقى بيفضل ما بقاش الوحدي انتوا عن زي ما تشوفها ديه. الموضوع بقى معاناة فضيعة. يعني ممكن اعرف انت بص كده. يعني شوف هده قدت خاني انا كده شوية. الله بارك لك بشرون سح مطلعي عيزك يا رب. يا ربنا تقبل يا رب. بلا يبارك لك. تمام? عشان كده بأكد تاني ما حدش يفتكر انه ينزل لواحده. اوكي? لازم على الاقل اتنين او تاني. ممكن يقيسوا وانت بتتجل وراهم اه القيم. طبعا انا عمال التنطط بقى زي ما انتم شايفين كده مال ايها برجلي و ايدي وعمال ايه? بحاول ازبط الايه الارتفاع بتاعي كده. فانا كده الحمد لله ازبطها في الاخرة وبص على الطول. تمام? فتلاقي. بأوريكم معاناة بالزبط كده مش مالس محمد. خلاص? اوكي? عشان كده دايما انا بفضل لما فيه شغل اه 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 بفضل ان هو يكون اه اه فيه رسوم اه عليها لان طبعا الناس اللي تنزل تتعب جدا جدا فيه الشغل ده. طبعا خلاص هنا بأوريك انا بطلت اسجل الابعاد بتاعتي ايه زي ما انت شايف على اللوحة طبعا انا اسجلت بس حيطة واحدة عشان ايه الوقت. بتاع الفيديو هنا بقى مية وعشرين سنتي. الجزء ده ده مية تهاتة وعبعين. الارتفاع كان اتنين متر خمسة وسبعين صافي. اه هنا مية وعشرين وهنا متر تهاتة وعبعين مية خمسة وثلاثين. اه كزا. بتفيد اسجل اللي ايه? الجزء ده كله? مصطفى محمود رجل تاني يا رجالة جزاك الله اه خير. اه مش للدرجة دي او مش مالس محمد. مش للدرجة دي قوي يعني. تمام? فهنا كده بتده اسجل زي ما انت شاهد كده الابعاد والاي والقيم عندي بالزبط على اللوحة. باخد بقى كل جنب. تمام? اه بالزبط كده بسجل عندي كل القيم دي كلها. اوكي? نقاط تانية برضو هنبص عليها تلوقتي الله يباريك لك يا رب يا شمس محمد. خيرا خلاص بتده اسجل بقى اللوحة دي كلها. وبتدي عايز اطبق اللوحة دي عندي في الشغل بتاعي. النقطة تانية برضو ببيهمني في الموقع لو انت تبص كده بتده احرق كده بص من البلكونة. او الفيديو خدس. بتده اشوف مسلا المكان. يعني لو اخدت بقى كده ان المكان ده مش مجروح. يعني لو كده بطلع بالفيديو كده عند الشباك. بص. مفيش عندي حد قدامي. يعني اللي مفيش عندي كده. المكان قدامي فيلا تلتة دوار. يعني هنا اقدر اعمل شباك. اه كويس. تمام? ممكن اوسع المسافة تحت. ممكن افتح كده الارضية دي كده تحت اوسع عندي. ممكن اوسع الشباك. لان عندي المكان مش مجروح. دي بعد مني بشارع يعني. خلاص. فانا هنا عندي المكان كويس. فممكن اقدر ازبط الدني. برضو لو جيت على البلكونة كده انا ببص من على التيراس من بره. يعني بص هنا بالجانب كده اتقت بين او شاب الفيلا قدامي تحت. فانا لو قدامي المكان مش مجروح. دي برضو محوظات انت بتاخد بالك منها وانت شغال. خلاص. هنا برضو ممكن تبقى هنا برضو اهي شايف كده. تمام اهي. فانا عندي الجزء ده. تمام? يديك حرية في التصميم برضو ان انت مكانك مش مجروح. فتقدر تشتغل براحتك. خلاص? من الحاجات الملاحظات اللي انت بتشوفها اه في التصميم. البلكونة برضو نفس الموضوع هتلاقي برضو البلكونة برضو مش مجروح. خلاص? اه اتمنى تكون الفيديو الى حد ما ساعد في توضيح الفكرة. تمام كده مش منسين? اوكي? واضح اللي احنا عملنا ده? واضح اللي احنا عملنا ده كده مش منسين? حد يلاقي سؤال? مش منسين سمعيني ولا ايه? تمام? اوكي? ماشي. طيب الحمد لله. الحمد لله. طيب تعال بقى اللي المقاسات اللي انت رفعتها دي يا بش مهندس. هنرسمها ازاي? انت النات يا بش مهندس اللي سامنا ورفعت مقاسات من الموقع. خلاص? وهتتدي ترسم المقاسات بتاعتك دي. انت تبقى ترسم كاد. خلاص? لعندي اكسات. تمام? ولا عندي الدانية دي كلها ولا القصة دي خالصة. هرسم اللي انا رفعت المقاسات بقى دي ازاي? تمام? قدامك طريقة من الاتنين. خلاص? قدامك طريقة من الاتنين. اول حاجة انك تشتغل يا مسلا الوك نوت قدامي اهو. دي بس المقاسات من الوك نوت. اه انا كنت بشرح عليه. اه. يعني مسلا الحيطة اللي انا كنت بارسم فيها دي. مسلا. او انا اخترت كده انا هرسم كده ده الشارع. يعني مسلا كده اخطي لك مسلا تخطي كده. ده حد الشارع. اهو. خلاص? اوكي? وهرسم الايه? ده الشارع او هرسم البلام بتاعي هنا كده. الله يبارك لك مشانا سميه. الله عزك يا رب الله عزك. ما هدي دي وظيفتنا ودي مهمتنا مش مهندسة سميه. يعني يا جماعة اخد بالك وحنا اه توصيل العلم ده امانة. امانة بنوحسب عليها. فلازم يكون الواحدة قد الامانة دي. واتمنى من الله واجهة لنكون فعلا بقدي الامانة على اكمل الواجهة. ربنا المستعين. فقدام حضرتك لأتي حاجة من الاتنين. الله يزكره. قدام حضرتك حاجة من الاتنين. قد شغل بولي لاين. تمام? اقول لك بولي لاين. فقدت ارسم بقى بولي لاين عشان اراح نفسي على طول. قولك تعالى بقى انا خدت طول مثلا ده كان مئة وعشرين سنتي. خلاص? تمام? عفوا انا ما تقام مئة وعشرين متر انا اسف. اقول لك ايه? بولي لاين. اقولك متر اشرين. تمام? واطلع بقى بس الشباك مسلا ايه? او ممكن اعمل لاين تاني مسلا ده متر تلاتة واربعين. ده اللي هو الشباك. خلاص? وبالين اخد بقى مسافة تانية اللي هي كان متر خمسة وتلاتين. او كي? بعدين اعفوا. متر خمسة وتلاتين. وبالين لو منازل اللي هي الجزء بتاع الحيطة. خلاص? اللي هو كان كان عندي اه مية اربعة وتسعين. خلاص? واطلع مسافة العمود اللي هي الصغيرة اللي هي كانت حوالي تمانية سنتي. خلاص? واطلع كده مش العمود كان تنتة وسبعين سنتي. وارجع كده تمانية سنتي في امتر ما اعمل ايه بقى كده? بعدين اكمل بقية الحيطة التانية. ما استهاش بصراحة بس اقول مسلا سيئة اتنين متر ولا حاجة. بعدين اطلع مسلا مسافة دي مسلا انا باكتم كده ايه ارقام من عندي اتنين متر. وانطلع تمانية سنتي كمان. والعمود كان حوالي اه تقريبا حوالي كان حوالي سبعين. وامش بقى ايه الكوريدور بتاعي. فهمنا الفكرة دي? فانا بدأت كده ارسل عندي. انا هنا استمتها كزا حاجة ليه عشان اقولك ان هنا في شباك شايف دي? خلاص يعني ممكن اعمل كده اقولك هنا في شباك يا بشمانتس. خلاص ده فراغ شباك اهو. اوكي? ده فراغ الشباك بتاعي. واخدت الكلام ده كله. طبعا كل الكلام ده كده. اوكي? وادرخوا الكل ده اعمل له افست لبرة كام. ها? اللي هي سمك الحيطة اتناشر للخارج كده. يبقى انا جيت اجيبت سمك الحيطة بتاعي بشمانتسين لبرة او على طول. وبتدي اقفل عندي مباشرة. اوكي? يبقى انا كده اجبت الفراغ الان. طبعا عندك بقى الميل بتاع التيراس وبعدين اخد بقية ايه المسافات بتاعتي او المساحات بتاعتي. يبقى كده انا خبت ايه المأسات اللي سمتها على طول. خلاص? وعملت لها افست طبعا ده بقى ايه? مش محتاجة القصة دي لان ده بقى ايه? اعمل لك كده اكس بلوت برضو واشيط بقى الجزء ده بقى حتة واحدة على طول يعني. تمام? خلاص كده بده بقى حتة واحدة. طبعا انا ايه? انا مليش جعب الحتة دي ده ايه? الجزء ده في الشقة التانية مش بتاعي ها? يعني انا مش فارق بقى ان نعمل عمود الناحية التانية. انا شغل في الشقة لانا مشطبها فقط لغير. مفهوم يا جماعة او اللي ايه? ها؟ يعني انا بشطغل في الشقة لانا بشطبها فقط لغير. فانا هتم بلا ايه? باللي بالفراغ بتاعي فقط. هنا بقى الناحية التانية مش بتاعي خالص. اوكي? يعني حتى هنا في البلام برضو ايه اللي انا كنت رسمه هنا انا مش اخد الشقتين. انا اخد الشقة لانا بشطبها. يعني سأشرق الشقة دي اللي ما اتفق مع العميل او الشقة دي ده اخد فقط لانا بشطبه او لانا يشتغل عليه فقط لغيره. اوكي? فانين اخذ زبطت الدنيا او لك بقى عامل لي بقى قفل لي بقى لين الحاجات دي كل لها كده اهو عشان تقفل ايه الابعاد بتاعت حضرتك او كده عشان تطلع بيها ايه الايه الاكسترود بتاعك او تطلع بيها برنامج ايه الماكس بتاع حضرتك. تمام كده مش منسيني بدي اول طريقة ان انا بطيدي ارسم ايه بالجوز ايه دي كده. وطبعا كل ده انا بنعمل جوين عشان تبديني عندك مزبوط. اوكي? طيب. فيه نقطة تمام ما ننساش بقى ان انا عندي ايه برضو في اه لاين اللي هو داشت. تفاكرين اللي هي الكاميرا اللي عندي فوق اه? اللي هي الخط ده كده ده الكاميرا دي كده. تمام? ما ننساش النقطة دي برضو عندك في الكاميرا اللي احنا قلناها. اوكي. طيب فيه طريقة تانية. فيه طريقة تانية. مسلا تعال مسلا ايه? هقول لك على ايه ناخد حاجة من هنا. اكины نفعنا مأستها. عندك غرفة ايه? اي غرفة من الغرف دي مسلا. ايه غرفة? ايه غرفة. الغرفة دي كام? تلاتة ونص في حوالي اربعة اي سبعة وتلاتة. اوكي? تلاتة ونص في كام? في أربعة سبعة وتلاتين. هل ممكن نرسمها على طول مانتي لاين? انا سؤال بقى. هل ممكن نرسمها على طول مانتي لاين? قالك اه ممكن ترسمها مانتي لاين. اوكي ازاي? تمام? هقول لك مانتيowa هؤوا خلاص? وقول لك تعال يا بشموندس بتاعك. تمام? خد بالك من النقطة دي. بتاعك وانا بنشغل ايه? ها? زيرو. صح? طب لو اعيز ارسم الحيطة دي. اعيز ارسم الحيطة دي. انت لما ساعتك بتقيس. بتقيس من اين? من الصافي من الداخل. يعني ماشي على ايه? على الجزء الخط اللي تحت ده كده. مفهوم النقطة دي ولا ايه تاني. خلاص? ما مش الجوه. يبقى عايز الجزء بتاعدي هو الاكس بتاعي. يبقى الشغل على ايه? ها? على الايه? ها? مش على ايه مش منسين? طب ولا بوتم? اشتغل على طب ولا بوتم? على البوتم. صح? وبتدي ارسم. اقول لك بتاعك اللي هو سمك الحيطة بتاعك اللي انا بنتكلم فيه اللي هو اتناشر. وبتدي ارسم كده وامشي كده. خلاص? قول لك الوقت دي كم? تلاتة ونص. ها? وانزل كده. كم? ها? اربعة سبعة وتلاتين. وكده كم? افن في حد ام بيانت اوكي? وكده برضو تلاتة ونص في اوضة مربعة. واجي من هنا اقول له ايه? تحت ايه? تمام? او سي. يبقى كده عملت الاوضة بتاعتي. طب اتأكد من ان انها ابعدي مظبوطة. عادي جدا عندي الديمينشن وهي باشا. ده رئيس. تمام? خلاص? وقد دي دخل ايه? الغرفة بتاعتي اهو. كده مظبوط عندي دنيا صافي بالزبط. وعملتها لطول مرة واحدة. اوكي? طيب. انا عندي هنا كده الاعمدة. ممكن اسقط الاعمدة بقى ايه? عندي ما عندي مشكلة اشوف العمود مسلا ده كام في كام? عندي عمود هنا. اللي هو كام تلاتة تلاتين في سبعين. بقى لك تنجل بسيط. اه? تلاتين في سبعين. عفوا. بوينت سبعة. اوكي? خلاص? او لو انت است الدخل فقط. فهمت حاجة? يعني ممكن نقول لك تعال يا بابش مهندس. انا عايز بس من الحيطة. انا الحيطة اسيبك بقى من ايه? من العمود بتاعك ده? اهو. تمام ده تمانية وخمسين في كام? انت هتقيس بقى ده ايه? تجايب بقى ما اسم الواقع. في تمنتاشر. يبقى تمانية وخمسين في كام? في تمنتاشر. اوكي? يبقى عمل ايه? اه ممكن اعمل تمانية وخمسين في تمنتاشر. خلاص? يبقى تمانتاشر. اه تمانية وخمسين. يبقى ده الجزء اللي فاضل من العمود هعمل له كده من هنا سقطه في الجزء ده. بعد جزء العمود عندي في القوضة. فهمنا? يبقى جزء العمود ده خلاص يعني دخل وجه الحيطة بالنسبة لي ما عنديش مشكلة فانا رسمت الجزء بتاعي ها? اللي بارز. ده في حالة لو انت رافع المأسات. فهمني مش مونسين? في حالة لو انت ايه رافع المأسات. واضح الكلام ده ولا عيد تاني? واضح الكلام ده ولا عيد تاني مش مونسين? في اي مشكلة في اللي احنا قلناه كده حتى الان? اوكي? طيب كويس اوه. كده يبقى احنا اتكلمنا في الثلاث طرق بتوعنا ان انا ازاي بابتدي لما يجي لي مشروع بابتدي اتعامل معا. يبقى انا لو جالي ملف كاد او صورة كاد بعرف ازاي بارسمه. لو انا جالي تمام صورة ازاي بسكلها وبشفها وبشتعر عليها. وازاي لو انا برفع مأسات والحمد لله ده عامنا في فيديو من فضل الله سبحانه وتعالى علينا واعتقد ان الدنيا الحمد لله واضح. اوكي? طيب. ايا كان بقى رسمت باي طريقة من الثلاثة. تمام? لو رسمت باي طريقة من الثلاثة. المفروض دلوقتي عندي الملف بتاعي ده عايز يتجهز عشان اطلع بي لماكس. خلاص? الملف بتاعي ده عايز ايه? يتجهز عشان اطلع بي لايه? لماكس يا بش مهنسين. اوكي? فاندلوقتي الملف بتاعي انت المشروع ده نفسه احنا شغالين فيه. اهو عندي جيل الملف كده او انا رسمته كده او جالي الصورة او انا رسمتها. خلاص? او حتى جات لي الابعاد وانا رسمتها بايدي عندك التلات حاجات دول يا باشا عايزين يتجهزوا للول ماكس. كده حد لي سؤال في الكاد انا كده خلاص خلصت شغلي في الكاد وزبطت دينيتي تمام عندي تمام التمام. اوكي? خلاص كده? طيب انا عايز اجهز الشغل بتاعي ده. عايز اجهز الشغل بتاعي ده. خلاص? اوكي? تعال ساعتك دلوقتي كده يفضل. يفضل بعد ازنى حضرتك لما يجي لك ملف العميل ادهولك كاد او انت رسمته او انت عملتك الصورة بتاعته يفضل لو سمحت لما تيجي تشتغل في الشغل بتاعك انك تعمل لو سمحت للملف الاصلي. تمام? وحطه يا باشا الديسكتوب او في المكان اللي فيه المشروع. خلاص? وقول لك ده ايه? ها? ماشي? ماكس فايل. وضح الكلام ده. خلاص? يعني الملف بتاعي هو. ماشي? انا سميته ماكس فايل. اوكي? ليه? انا باخد ده اللي انا هشتغل عليه. ابقى اوص بقى حاجة امسح حاجة بالغلط اعمل حاجة بقى ليه يا بشمونسين ارجع له. خلاص? يعني لازم يكون عندي ريفرونس. تمام? اه ارجع له لو حصل عندي اي خطأ فيه. تمام? اه اه مأسالي. سيف اس مأسالي مش مهندسة. مش عارف الاسم مش واضح قوي. اه سيف اس مأسالي. بتنسي اه بتنسي. اه بتنسي. انا انت مأسالي. تمام? خلاص? فدايما اعمل سيف اس. سيف اسي. بقى عندي تو فايلز. عندي الملف الاصلي. اللي هو جايلي من العميل او اللي انا تعبت فيه ورسمته. خلاص? اوكي? اضطه ده الملف الاصلي. اوكي? تمام? اللي هو اه بتاع الابن الرومي. ودي الملف بتاعي ماكس. خلاص? انا اعرف ان اما ده الاثنين اه موجودين عني. طيب تعالى بقى ان اشتغل على الملف ماكس ده. انا ساعدتك عايز ايه? الاول طبعا خلاص انا خلاص بقى ايه امسح بقى كل الكلام ده كده خلاص? اللي انا كده بنجرر فيه. تمام? ودي الملف بتاعي. الاول ساعدتك. هتشتغل على ايه? يعني انت مسلا النقط اللتي العميل واخد الشقة دي ولا الشقة دي. مبدئية دي. انا عزور الباص العميل هو يشاغل فيcn? انا في الشقة اليمين ولا في الشقة الشمال. تمام؟ يعني انها يمين السلم او الشمال السلم يعني مش قاصل حاجة. انا مسلا يمين السلم ولا شب. من السلم واو واخد الشقة دي ولا الشقة دي. خلاص؟ تمام؟ اوكي? طبعا ليراتك بتبقى جاهزة impostيني سنفل. خلاص؟ اوكي? طيب انا دلوقتي محتاج ايه؟ يعني دلوقتي انا هطلع بايه لي الماكس. انا محتاج عندي فقط حوائط اعمدة ببان شبابيك. فيمن حاجة? محتاج فقط ايه ببان اعمدة اه. 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 ببان وشبابيك. فيمن كده مش مانسين? انا ده اللي محتاجه. انما دايمنش انما دايمنش انما دايمنش والكلام ده كله انا مش مانسين. فانا هم اعمل كده. خلاص? بالاكسات بكله سيليكت سيميلر. تمام? ماشي وقول له دليت. فيمت حاجة? شبان اعملت ايه? ليه? انا الكلام ده مش راح معي الماكس. انا هاخد الاكسات ليه في الماكس اعمل بيها ايه? ما عملاش لازم عندي. خلاص? انا عايز بس المساحة الداخلية بالاعمدة. خلاص? الهاتش كله. عندي الهاتش ده كله اهو. كله برضو ايه? مش عايز هاتش. الابعاد الداخلية انا هعملها تاني من اوله جديد سيليكت برضو سيميلر. ودليت. خلاص? طيب. برضو هنا هاتش وبردو كده مش عايز الهاتش ده كمان. اوكي? طيب. انا الاول داتي العميل عايز انهي شقة. معلش عشان بس ابقى فاهمي. يعني هو راجل عايز مني انهي شقة. كل الحاجات دي كلها. في حاجة تاني مش باينة. لا كله اوكي. العميل محتاج انهي شقة او هو اشترى انهي شقة او عايز اشتغل عن انهي شقة. والله قال لك مسلا مش مونس انا شغل عشقة دي وما انتنخد بلك ايه من بعض يعني. انا كولا مش مونس انا شغل عشقة دي. خلاص ايب انا كل ده انا مش عايزه. شايفين الكلام ده? انا مش عايز الكلام ده كله. انا شغل فين? على الشقة اللي هي في الايه? في الجانب الاخر ده فقط لا غير. تمام? كل ده لا يعني لايه اي شي. فاهمين او لا مش مينة يا جماعة? خلاص كل ده. طبعا انا هشير باقي الحاجات انا مش عايزها فقط. اه السلم طبعا ما يجرب السلم والاسنصير وكل الكلام ده بالنسبة لي لا يعني لايه اي 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 شيء المنور ممكن احتاج منه جزء او لا ده حاجة تانية بقى بتاعتك انت. تمام? خلاص كل ده انا لا يعني لايه اي شيء. خلاص? تمام? خلاص كده انا ايه بنظف الايه? الحاجات اللي عندي كده. ما لهاش اي استخدامات عندي في البلان. واحد يقول لده احنا رسمناها من الاول. لا اهي مش ما دور رسمنا من الاول ومش رسمنا من الاول. يا الفكرة كلها خلاص? ان احنا ايه بنشوف ايه اللي احنا محتاجين واعي اللي احنا مش محتاجين? تمام? كده اهو. اوكي ممكن باغا ام اعمل ايه قافل ده كده. كورنر مانتلاين استايل او ايه ات سوري عفا قول لك عاملي جواين كورنر ده. اه ده مفتوض خالص ده مش ده ده line مش طيب نعمل له كده اكس بلود جزء ده كده. اكسي بلود ونشير بقى الخطوط اللي يعمل هاش لازمة دي خالص تمام ونعمل ده نعمل ترم كده. ماشي خلاص بنقفل بقى احنا عايزين حيطة طاعتنا فقط لغير اللي احنا نشتغل ليها بس في الشغل بتاعنا ده كده بشوانسين تمام خلاص كده يبقى انا كده بقى ازبط ليه الحلقت بتاعتي اوكي انا عايز بس فقط الشقة اللي انا هشتغل عليها بالابعاد في الدنيا بتاعتي اللي انا شغال فيها فقط لغير. طبعا هنا برضو انا مش عايز ده ممكن عمله كده اكسي بلود واشير بقى ايه ده وده. وعمل كده ايه. انا طبعا بعد البقى اللي انا عايزه فقط لغير. ونظبط بقى ايه? التأفيلات بتاعتي كلها تبقى تمام. برضو انت اكسي بلود يلا مش مشكلة. ها? وننتهي نقفل بقى ايه التأفيلات بتاعتنا كده مظبوطة انا عايز فقط اللي ايه? الفراغات اللي عندي ايه بشو ما هنسيه. تمام? اقفل كده الشغل بتاعي اهو بالراحة كده. تمام? تمام? كده بقديني عندي ايه? اهو. ده انا عايزه بس فقط من الشغل بتاعي. خلاص بدي دينيتي كلها تمام تمام تمام. في اي حاجة تانية اضافة او هنا ممكن برضو ايه? نزبط الحاجات دي طبعا هنا عشان انشرت حاجات بقى فان ايه? محتاج شوات تصبيت كده. اعمل اكسي بلود وبتده اشيل باقي الفراغات اللي انا مش عايزها عندي او مش عايز عليها. تمام? بس ثم انا كده ايه نقفل بقى الشغل بتاعنا ده كده هنا من هنا كده. عفوان. بس كده خلاص اوكي ماشي. خلاص انا خدت الشقة بتاعتي بس فقط لغير اهي. تمام كده بشمتسين. حد عنده مشكلة. بنا كده اخدت لايه الشقة بتاعتي. طيب انا دلوقتي وهده النقطة بقى اللي احنا عايزين انا خلاص انا كده زبطت الدنياتي وزبطت كل حاجة وكل حاجة في اللير بتاعتي ده مهم جدا. تمام? وتأكد ازاي هيج على اللير الحيطان كده واقفل اشوف. الحيطان مظبوطة. اه ده في حيطان انا بحيطان مش موجودة. فهعمل ايه تختار لحساعاتك الحيطان. خلاص نقفل بس الباقي الاول بالمرة نشوف كده الايه الشابيك. اوكي? لا الشابيك برضو مش شغال. ايه? دور. اوكي? مش مقفول الدور ليه معرفش اه في دور تاني فيه اتنين دور. اوكي? الكولوم. تمام كده? كل ده تصبيت انا بزبطه عندي والتيكست. نشيله. التكست ماشي. اوكي كله تمام. كده افضل عندي الحوائط ايه? محتاج طبعا في حاجات تتقفل كتير قوي قوي. فانا هو معي معافل الدنيا بتاعتي. تمام? وتأكد ان هنا عندي الدنيا ايه? مظبوطة. فين الول كل نقفلينها. اوكي? هبتدي اقفل بقى. ده خد بالك ده انا افترض ان انت جاي لك ملف كاد ايه? ها? رأي يعني عارف انت ملف بايز وحالته متبهدلة. فانت ساعتك بتبدي تقفل. تمام? اللي انا بعمله ده كده. تمام? لو انت رسمه بقى ايه ده خلص المضوع بقى ايه منتهي. انا شغلت على ملف الايه? اللي هو الاصلي اللي جاي بحيس ان انا بقين لك لو انت جاي لك ملف كاد عادي هتعمل في ايه? لو انت رسمته طبعا انت ايه? دينيتك مظبوطة موضح كل حاجة عندك ايه بشكل كويس. نقفل بقى ده بعدها. ده كده. طبعا ممكن انا ما اعمل كل ده. تمام? واظبطه. وبعد انا بيه? ابي اعمل له في الاخر. عشان ملف واضح ان في ايه? مشاكل وهيقرفني في الشغل بتاعي اهو. ده كده. خلاص? اه كل جزئي دي كل برده اتقفل. طبعا شو بقى انت المعانون اللي ممكن ساعاتك تشوفها في ملف بيجي لك كاد زي بقولك كده. فانت ممكن تتعفل في القصص اللي بعملها دي كتير اوي. بس طبعا الحاجات دي كلها هتعملها في كاد ارحم لك منك يطلع عينك انت في الماكس. الماكس طبعا بيبقى الحاجات دي كلها بتخش بقى في ايه? اه في ويلد وبقى وبيرتكس وتقعد بقى يعني خش في تفاصيل صعبة اوي ومملة جدا وتاخد وقته مجهود فضيع. فانا اهم حاجة عندي الكلام ده يكون مصبوط في الكاد اعتقد يبقى اسهل بالنسبة لك كتير اوي في الشغل بتاعك. كل التافيلات دي كنا هتعملت حاجات بسيطة كلها ايه? مش صعبة يعني مفيقاش مشاكل كتير. خلاص اهو برضو نفس القصة هنا كده. طبعا الجاب اللي في النص ده. تمام? في حاجة هنا. انا عايز اعمل بقية الترم كده. ايوا كده اهو. ماشي. اه هنا برضو ادي تقفل ده مع ده. تمام جميل اوي هنا برضو لاين. ده تقفلات كده عادية جدا اهي. هنا برضو هي ده مع ده. واشيط بقى ايه الفواصل دي كلها اهي. تمام? هشال الحيطات تبع عندي مظبوطة. وهنا هيبقى ايه. اه ده في المطبخ اول ده العمود ده مش عارفين ده تحت جاب تحت منه اه حيطة صغيرة او لا مش بان فيه كاميرا او لا فهنا هنخليها زي ما هي وخلاص. لان هنا مش فاكر فيه هنا حيطة او لا. صراحة ايه. انا ايه? مش فاكر بالزبط المطبخ كان فيه حيطة او لا. فهنخليها حيطة دلوقتي موقعتها لحد ما نشوف اه ملزل معينة بقى بكرة كده ان شاء الله هناك بشوف ايه الحتة دي فيها ايه. تمام كده اخل تقفلات دي كده اهي. خلاص كل كده دي نيته ده برضو هنا فيه عمود كولوم. طبعا كل ده له معمول مالتي لاين اه كلوس كابس بريحنا جدا 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 من كل وجه على القلب اللي احنا بنعمله ده. لكن احنا بنحاول طبعا او انا بحاول بقدر امكان ان انا اطبق لك كل اللي انت محتاجه خلاص او ممكن اللي انت تتقابله في شغلك بالكامل. خلاص جالك كده جالك كده بانت ان شاء الله مؤهل او ايه جاهز انك ايه تشتغل بكل طرق لاسل. تمام ده كده كله كده اوكي. ده بقى ايه ده عايز تقفل حيطة كده ده معنا ده عايز اللاين معنا. طب هنعمل ده كله كده. جوين الاول عشان نفصل وده الواحده كده. بدا الواحده. وده الواحده. اوكي. وهنا ايه او ممكن اخد ده كده بس الاول ايه جوين برضو. تمام مع خط من دول ونقفل بقى ده. ونقفل بقى ايه ده ايه ده التيراس اللي بره ها? ده التيراس اللي بره مش مانسين. بنقفل التيراس لوحده عشان نطلع به في الشغل بتاعنا. وعمله برضو ايه جوين يبقى جزء واحد. وعمل كده ايه انت ايه خدس يرجع كل حاجة زي ما كانت. آآ ده طبعا انت فاكري الحيطة دي. ممكن اعمل ده عشان يبقى باين معي. فاكريين ان الحيطة هنا هنا في حيطة في العمود صح? يبقى في عندي كده لحيطة تانية هتبقى في ايه? في نص العمود تقريبا اللي هي اتناشر سنتي. مش مدي نص العمود. هنا كده اهي. خلاص? وبعرف ان ادي ايه? حيطة جماعة. ماشي? بعرف ان ادي حيطة. خلاص? واخد بقى كل الكلام ده. تمام? كل اللي انا عملت ده كله كده كله. تمام? بسلكت دخول كده بالكامل هنا في حاجة اه هنا في نشيل بقى دي كده. في حاجة تانية كده محتاجة تتزبط هنا دي حيطة مش عارفين لسه الظروف ايه? كل ده كده تمام 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 بس اللي كتقول كده باشا كل اللي احنا عملنا ده كله بالكامل كده اهو خلاص وناخد بقى اللي ما نسيبش اي خطوط صغيرة زي ما انت شايف كده ونقول له ايه? اه عايزين نعمل ايه? جوين. تمام? يبقى كل الحطام بتاعتك ايه? بالكامل هنا ما عملش جوين ليه? هنا في جاب في حاجة. هنا ما عملش جوين ليه? تمام ده كده مفقود يكون جوين. اه كده زي اهو ماشي. اوكي. كده الاختيار دينا كمام. تمام اوكي اهو? كله تمام كده? اه هنا في نقفل ده. بس هناها دي معلش. وفي اه اوكي ماشي. طبعا متأكد من الحاجات دي كلها نقول الديني عندك ايه? مصبوطة. تمام تمام. ما يكونش فيه اي او في اي حاجة. كله كده تمام اهو? دي لسه برض مفتوحة. خلاص يبقى كده ايه? اهو. يبقى كل ده برضو ايه? اهو. اعتقد كده خلاص الديني تمام كله مية اهو. ما تحرك بس كده بدان بيعمل كده بقى كله ايه? اه? خلاص يبكده دنيتنا تمام وده كده برضو ده كده ايه? جوين برضو اوكي? كله كده تمام خلاص. تمام كل ما انا عملت ده كله تحط فين بقى بقى ايه? في الوول لير تكون اسمها الايه? الوول. تمام? ده لازم يكون مهم جدا جدا جدا. تمام? خلاص يبقى ده كله ايه? في الوول. طب افتح بقية الليرات بقى وتأكد. يبقى انا كده لو انا اجيه تقفل. اه? الوول هتقفل صح? في حيطة منسية فين? اهي دي. حيطة الصغار اللي احنا عملناها هنا دي كده فاكرانها. بديه منسية. حط فين برضو في الوول. تمام? خلاص? جميل جدا. وعندك بقى ايه? الشبيكة بقى كده كل اللي يارت عندي ايه? مظبوطة ايه بش مهانسين. وما لو ده مش عايز يقفل دي دي. ما علينا يعني. اهو نقفلها من هنا. ادي الويندو بتاعتي. وادي الدور اهو. اهو ده ايه دور ماشي. عندي دور مدائيني في اللير ماشي. والكولوم نقفل الكولوم برضو. فين الكولوم بتاعتنا? اهي. خلاص? والتيكست بتاعي. ده مهم جدا اللي انا بعمله ده ان لازم يكون كل حاجة في اللير بتاعتها. خلاص? خلاص نا كل الكلام ده? تمام? يبقى انا كده بجهز نفسي لانه طلع للماكس. طيب. ايه بقى اللي اللي المفروض هي عملها بعد كده بجهز مهم. حلاص? المفروض ان انا. النقطة المهمة جدا بقى دلوقتي ان انا بطدي افرش. او الحط. فكرة الفرش بتاعتي. طبعا ما هي بج مهمة عزاق جدا من الناس اللي حضرت معنا. اه بج مهمة زيرو دي. بج مهمة عنص عمر? بج مهمة عنص عمر? بج مهمة عنص عمر But this one is passadoada ارات كده غلطة? النقطة دلوقتي اللي انا عايز اètres zoo zero zero او تمام. في الورجنبوين. لا قبل الورجين بوينت كمان اه او الاهم منها ان انا عايز ابتدي اه ممكن عايز احطه في الزيرو الزيرو ماشي بس اللي كتقول كده عشان بقى اتاكد بس ان مفيش اي حاجة هيدن او اي حاجة مش بينه كله تمام اه التيراس كت مخفية خلاص اوكي اتاكد ان التيراس اوكي موجود عندنا تمام تمام طيب كل الكلام ده عشان بشمانس ما ازعلش اه 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 طبعا مش منصار ده لازم طبعا لازم اتحط في الزيرو الزيرو عمله موف من النقطة دي من الكورنر اقصى كورنر كده ولا كيه يروح لليه زيرو بوينت زيرو ساوني عفوا كده تاني معلش موف من هنا اه تو اي اه زيرو بوينت زيرو اوكي ليه ما انا قلش ليه موف هنا وانزل تحت كده اكتبها له هنا اه زيرو وزيرو اللي هو الايه الكوردينيات بتاعي او الايه بكورتيزيان كده ولا كده اه اه رحت للزيرو زيرو النقطة دي مهمة جدا بس هنتكلم فيها لما نيجي ايه لننقل الماكس فعليا انا دلوقتي بس في نقطة مرحلة تانية مهمة جدا باز اتكلم فيها دي اه لان دي ممكن ابدهالكو تسك قبل ما نتكلم فيه قبل ما نشتغل فيها المحاضرجة ان شاء الله ايه يا بقى انا دلوقتي عندي الابعاد وعندي الشغل بتاعي زي ما انتم شايفين كده الاول لازم ابعاد يكون معروفة الداخلية بالتفصيل ماشي لازم الابعاد الداخلية تاعتي تكون معروفة بالتفصيل طيب تحبوا نشتغل في الماكس عندين على ايه على or on? Words? ولا على ايه يعني اللا نطلع مكس ان شاء الله هنشتغل على الجزئيه وتمام شاشتغل على اشرا كلها خلاص؟ احنا الآن اللا تريد ان نشعر الanganر بوا kalau on or on? تمام خلاص? ده سؤال ما ايه مبدئي مهمه كده يعني الل paralyzed let's go on uh on or on weather? هاي زياد نحط اختيار رسيبشن تمام حسنا حسنا سأقول لكم على شيء لكي تقول لي أن ترى نظام كلاسك وبنوهات لا 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 داخلون الناس داخلين حسنا سأقول لكم على شيء سنجعل المضوض على الجروب على الواتساب سننتفق مع بعض وطبعا سنساعدونا بالتيم الجميل بيشونس عمر ويزوملاء والعزاء بيشونس احمادوه سنسكر حد بيشونس حد كل بيشونسين دعونا نتفق مبدايين على الجروب سننشغل رسيبشن ولا بدروم وهتبقى كلاسيك ولا مودر فهمنا حاجة؟ خلاص ولا نيو كلاسيك احنا كلمنا على طرز بتاعتنا هتتكلم في كلاسيك ولا مودر ولا نيو كلاسيك تمام ماشي خلاص يبقى احنا عزين نعرف دلوقتي مبدئيا احنا نشغل على غرفة ولا نشغل على رسيبشن وهنشغل مودر ولا كلاسيك اوكي؟ هنحدد النقطتين دول ان شاء الله على الجروب في الواتساب عشان بس ايه العدد ما شاء الله كتير فماش عزين نضيع وقت اننا نقعد ناخد كده نعمل استطلاع رأيي واللي مش متسرين نساعدونا فيه ان شاء الله طيب وتفر هنشتغل في قوضة او في رسيبشن يبقى انا لازم الاول اعرف المقاسات بتاعتي كلها بالتفصيل يعني لازم كده الاول احط مثلا سيه لو انا هدي مثال اجزامبل يعني مش بفرض قوضة ولا حاجة بس انا بدي اجزامبل باخد المساحات بتاعتي كده من العمود للعمود خلاص اوكي وبعدين باخد الايه الاجزاء بتاعتي كده زي ما انت شايف دي كده تمام اللي انا اصلا اريدي رفعت مقاساتها منين من اه الواقع اوكي الى الديمانشن بتاعتي يقول لها بالتفصيل ليه الكلام ده لان طبعا الكلام ده انا هفرشه فلازم اعرف كل حتة عندي اه او كل جنب عندي مقاساته ادي لحد اول الباب هنا كده اهو خلاص اوكي ادي البعد بتاعي واخد برضو لالعمود طبعا العمود ده زي العمود ده بس هنا طبعا لشان ايه ايه هنا ما اقسش العمود لانه هو جول حيطة ماشي كل ايه؟ حتة واحدة واخد الجزء ده برضو محسوب عندي ماشي اهو واخد ال ايه الدخل التاعي ده كل الحد الشباك كده وبعد كده باخد ايه الجزء طبعا ممكن اخد على طول عشان ما عودش اعرف نفسي تمام كده على طول عشان اخد الحيطة اهو تمام والحد هنا كده اوكي ماشي. بعد ناخد ايه اللينيور بتاعي تاني من هنا. لحد باجي لحد اول الباب يا جماعة او بيدي على الباب كده بتاع حوالي عشر سنتر. خلاص? لان ده حرم الباب ممنوع تيجي جنبه. يعني باخد المسافة دي فقط عشان ايه? ها? حرم الباب بتاعه. وابدك وابد على الباب كمان. يعني مش لازم الزق في الباب بالضبط يعني. هاي? بسيب حوالي عشر سنتر كده وخمشر سنتر. اوكي? يبقى انا كده عرفت الابعاد بتاعتي الداخلية للغرفة كلها قد ايه. التفاص دي مهمة جدا. طيب. ليه الكلام ده? لان ساعتك المفروض هتفرش الغرفة دي. تمام? هتفرش الغرفة دي. طيب. عشان نفرش الغرفة دي بقى لازم اعرف الابعاد او بتاع الغرفة. سواء كانت ماستر بدروم او آآ آآ ليه الاولاد خلاص? او اطفال. فلازم تبقى عارف الاستاندرات بتاعتك. الاستاندرات بتاعك معروف ازاي? عشان الكلام ده انا ده هيبقى تسكت لك وتعملوها. الاستاندر بتاع حضرتك لو فتحت كده في عندي حاجة الاستاندرات. آآ بسم الله. لا مش هنا ممكن الاقيها فين? آآ بسم الله الرحمن الرحيم. خش عندي كده في الشغل بتاعي. الاستاندرات بتاعنا. الانتيريور. تمام? آآ فين 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 يا ابو خطب. بستاندرد فين. آآها ها 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 ها. فين 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 احتاطها فين الى بعض. بسم الله تبك تكون في الكتر. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ burss göstag parents 食 ها؟ مش منسين؟ الصورة كده واضحة؟ تمام. مكونات المستر بدروم لازيب أعرف الستاندرد بتاعي خد بالك هو ده ريفرنس لي يعني هو ده مش قانون إجبار لا أنا باخد ريفرنس لي خد بالك إن السرير الفرضين المفروض إنه بيبقى طول السرير كله أو عمق السرير كله اتنين متر خلاص؟ في عرض متر ثمانين خد بالك في متر ستين متر ثمانين واتنين متر خلاص؟ يعني في عرض السرير من أول فرضين من أول متر ستين بعدين متر ثمانين وبعدين اتنين متر حسب مساحة الغرف أوكي؟ طيب يبنى العمق ده ثابت اتنين متر في أي سرير اللي هو متر ستين أو متر ثمانين أو اتنين متر ده اتنين متر ثابت خلاص؟ طيب الكمود هنا خمسين في خمسين ممكن يبقى خمسين في تلاتين يعني ممكن يبقى تلاتين عمق خلاص في خمسين عرض تمام؟ أو ممكن يكون تلاتين في تلاتين الى اخره يعني برضو ايه احنا بنتكلم في خمسين في خمسين كستاندرد. اوكي? طيب التسريحة خلاص? او اللي بيقول على الصراحة اياني او التسريحة بيبقى العرض بتاعها ثابت ستين سنتي. خد بالك العرض ده او السمك ده ثابت معي في الدولاب في البتجاز في التلاجة في يعني في المطبخ عموما ستين سنتي ده السمك بيبقى ثابت معي. في المكتب خلاص? فقالك ستين سنتي في طول متر عشرين. خلاص? ده متر عشرين. اوكي? طبعا فيه تسريحات اصغر حسب القوت. في حاجات بتبقى اصغر ممكن تبقى متر. تمام? ممكن حاجات تبقى مثلا اكبر ممكن تبقى متر ونص متر ستين. طبعا حسب ما انتعيه برضو مساحة الفراغ. بس الستاندر بتاعي بتكلم ستين سنتي في كام متر عشرين? عفوا. اه الدولاب بتاعي. تمام? لو بتكلف دولاب تلات دولاف. يعني ادي ضالفة اتنين تلاتة. فبيقولك ان المفروض ما اقلش عن اتنين متر اربعين. ده اصغر ماس. ده اخد بالك اللي بكلم في مستر بيدروم. مش بتكلم في قدة نوم اطفال او قدة نوم جانبية. فبتكلم في مستر بيدروم. فعندك عرض الدولاب او طول الدولاب اعفوا اتنين متر اربعين. العرض بتاعه ستين سنتي. اوكي? خلاص? يعني بكسب لك مثلا تمانين 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 بتالتة في تمانية باربعة وعشرين. اللي هو ايه? الدولفتين تمانين سنتي. لو بتعمله مثلا تعمله بقى تعمله دولفتين براحتك زي ما انت عايز. فلازم اتفاهم الابعاد دي كويس قوي قبل ما افرش. ليه? لما جاي لك انا عايز سريري اتنين متر في متر تمانين. هون جاي كده على البلان بتاعي. اقول لك اه تعال بقى ابش مهندس. بص كده على البلان. خلاص? عفوا انا مش عايز اجبل كده اهون. اه هجا حط السرير فين يا ابش مهندس. انا عايز اتنين متر. تمام? عرض في اتنين متر كام? اه? اه تمانين. ماشي? خلاص? اربعين. اوكي? طيب السرير المفروض ما يكونش في قش الباب ولا يكون تحت شباك. يفضل. بس انا المشكلة هنا عندي انا ما اضعش احط السرير هنا. وفي نفس الوقت عندي شباكين. فانا اختار لك جنب من الاتنين حط في السرير. خلاص? يعني انا كده متدبس. اه برضو مش احط السرير هنا فيبقى فتحة الباب. خلاص? اللي يفتح باب كده ما يبقاش السرير مكشوف. يعني واحد مسلا سوري يعني عندك ضيفه. مسلا في الحمام او حد او خارج ما يبقاش كاشف. اه? السرير كتر. خلاص? اوكي? ده انا سيبيني مسالي. بان انت ممكن سريرك يكون هنا في الحيطة دي او في الحيطة دي. طب انا عندي السرير بتاعي كم? اه? العرض بتاعه متر تمانين في كم? في اتنين متر. خلاص? فانا شاف الاوضة المستطيلة فغالبا السرير بتاعي يبقى هنا. خلاص? سرير يبقى فين هنا مع الاتنين كوموت. اوكي? طبعا انا تحت شباك لان غصبا عني لان الاوضة فيها شباكي? خلاص. المضوع منتهي. طيب الدولاب فين? قال لك الدولاب كم يا بشمونس? قال لك الدولاب اقل لحاجة اتنين متر اربعين. حلوة قوي. طب ما انا عندي هنا اتنين متر سبعة واربين. يبقى ممكن الدولاب يقبق هنا. فهمنا حاجة? وضح الكلام ده كده بشمونسين? اوكي? طيب. يبقى انا عندي كده في تسريحة او في الشفنية بتاعتي ممكن احطها هنا. اوكي? بشمونس امام بتقول اللي عايز حط الدولاب هنا. خلاص? هقول لك على حاجة بشمونس انا اخد بس ايه? لو انا اشتغلت على كده. خلاص الابعاد بتاعتي تمام ماشي. هقول لك مسلا لو انا عملت كده بشمونسة. خلاص? كم في كم السرير? قلنا متر تمانين في كم? اه في اتنين متر. صح? لو انا اخدت السرير ده كده. من هنا. ماشي? لحد هنا مسلا. هنا كده اهو. مسلا لحد هنا. هنسقطه هنا كده السرير. خلاص? تمام? اوكي? او انت عايز تحط السرير هنا يعني? يعني هوا سرير بقى ممكن مجروح او من الباب يعني. ماشي? مش مشكلة. مش مشكلة. خلاص? بس انا شايف حاجة ان هنا القضب مستطيلة. يعني اتنين متر كده اعتقد كده بافضل. يعني عن سرير اتنين متر. في امتينة مش موان درس ايمان. او انا خدت السرير كده اقول لك مسلا زي فكرتك بالزبط اهو. وعملت مسلا كده. كده. وخدت السرير ده كده. الاتنين متر بتبع من هنا الهنا. النص الحيطة مسلا كده. يعني اه حاجة ازا كده. اعتقد الجزء ده بقى دايق شوية. وبعدين بيبقى مجروح او من الباب. ما علينا. المهم. خلاص? اه هنحط مسلا السرير هنا. طب الدولاب فين? الركتانجل بتاعك قلنا كام ستين سنتي في كام اتنين متر ربعين. كام ستين سنتي. واحط لك الدولاب فين? ماشي? هنا. لهنا كده. خلاص? اوكي? ايبادة الدولاب بتاعي. التسريحة فين? ممكن احط التسريحة هنا. خلاص? يعني السريلة هون مع الدين كمود ممكن احط التسريحة تعطي هنا. خلاص مش اقدر احطها فين جنب ايه? اه الشباك او تحت الشباك. بحط التسريحة تعطي هنا. مسلا ده فرضيا لفرش اوضة. اوكي? حددت الابعاد دي بناء على ايه? بناء على الستاندر بتاعي اللي انت شايف حضرت اجدها. طيب. يبقى كده بنسبه لك مجموعة الستاندر ده ده مش المسر بدروم بس لانتعندك الستاندر ده لايه? لكل الغرف يعني مسلا تعال مسلا غرف اطفال خلاص? او الغرف النوم العادية هتبقص كده عليه اهو. هتلاقي برضه اهو. يقول لك السرير نوم الاطفال السرير كزا المكتب الدولاب الى اخير من الابعاد دي كلها. هبقى لكم الحاجات دي ان شاء الله كلها على ايه? على الجروب. اه وعلى الفيسبوك برضو. هتلاقي كل حاجة حتى برضو ايه? السفرة والكلام ده كل. الكلام ده مهم لي يا جماعة? لان في الفرش هنا لازم يراعي المساحات. يعني ما كا في البيتروم كده مسلا انا مصممها او شغال عليها. بص مسلا تصميم زي كده. خلاص? شايف المراعات الفراغات لازم بص ده كاد. ده شغل الكاد. تمام? شايف الفراغات عامل ازاي? تمام? يدي مساحات للحركة. لازم مساحات الحركة دي يكون متوفرة. فاكتر برنامج بيقويني في الحاجة دي او بيدينا حاجات دي بالتفصيل الممل. هو برنامج اللي ايه? خلاص? هنا لك بص ستين سنتي هو عرض بس في خمسة واربيين صغره شوية. عمل هنا زي صغير كده للسرير. وعمل هنا دريسنج جوه الاوضة. طبعا نخد بالك الاوضة دي مسيحتها كبيرة فاوريدي هو ما ايه مقسم زي ما هو عايز. وعمل لك سين متر خمسين واخد بالك انت اهو متر خمسين في اتنين متر. مصغر هنا عرض السرير متر خمسين عشان يسيب مساحة كبيرة هنا. وعمل لك هنا من ايه? بعد الفطير بتاع عمل له ستين سنتي. ممكن احط هنا اه تلفزيون كمان. خلاص? اوكي? وعمل الدريس اخد بالك هنا فيش تسريح. ممكن احط التسريح هنا. اوكي? فهمنا الفكرة دي او احط التسريح هنا ما عنديش مشكلة. فهنا لازم راعي المساحات والفراغات دي وانا ايه بشطب عندي. نفس الموضوع هنا كده اهو. ده بديك مقسات السرير. تمام? السرير الفرضاني بباكام والكاجول والكوين والكينج. تمام? دي مقسات الايه? السرير بتاعتك. كل الحاجات دي كلها يهمك او يهمك الشغل بتاعها ونعرف احنا نسيب فراغات وتوزيع عندنا ازاي في الاوضة. لازم تسيب مساحة للحركة. مش هاجه بص لها عشان ادخل عشان اوصل للدلابة اطلع من فوق السرير وعشان اخرج من الاوضة اطلع من فوق التسريحة. الكلام ده طبعا مش مستحب. لازم يكون فيه مساحات وفراغات للحركة زي ما انت شايف كده. انا عمله جنب الباب زي ما شواندسة كدت رأييها بشواندسة ايمان. عز حط هنا. وراح واخد افل الحيطة دي بس هنا مفيش باك. افل دي وعمل لك دولاب. تمام? خلاص? دريسنج كده صغير. بس سايب مساحة ستين سانتي. شان لي يقدر يواف اتحرك جنب الدولاب. وساب مساحة من هنا ومفرغ التوزيع دي. طيب. مطلوب من حضرتك ايه النهاردة? على المحاضرة جاية ان شاء الله باذنك يا رب انا معتلكم الستاندرد. وانتو عندكم ملفات اتو رسمتوها صح? انتو رسمين ملفات الحيطان والكلام دك مفيد ملف ملف الكات. او كي ولا في مشكلة? صح? مطلوب من ساعاتك ان ساعاتك تفرش لي ها? بسكتش كده سواء على الكات بالبلوكات او سكتش. يعني في عندنا سكتشات هنا ممكن اواريكم البشمهندسات موجودين معي برضو. هنا في سكتشات للبشمهندسات معي. يعني هنا يبدأت وفيه سكتش اهو كنا عملي لها مشروع قبل كده. ما عاربش مين مشمهندسة شايماء معرفش هي موجودة معنا ولا لا. هي عملة سكتش اهو شابين موزعة بأيديها ازاي? مش موزعة شايماء ام مش عارف هي معنى ولا شايماء ام مش فاكر مش عارف هي معنى في الگروب ولا لا. لكن هي برضو سكتش كنا عملي لها مشروع قبل كده. هم موزعة اهي. في سكتش تاني. اوكي اهو مشمهندسة نهوة. ممكن نعمل ده كده. ده كان شقة كنا عملينها. ماشي ده كان الريسيبشن ده كان باب الشقة. اهو. وكان الريسيبشن قطعتين. ده كان بشموندسة نوها مش عارب برضو هي موجودة او لا هي برضو الاسامي. كل واحد كتب اسمه هوا عشان ايه. ابعارب فهو مين. عامليني سكيتش اهو مانيول وكتبيني المأسات بالزبط. وما عاملينيهم يدوي. تمام. قتلت معك الكهدو معك الشغل بتاعك في هنا برضو بشموندسة. ده سكيتشات. بشموندسة نوها. اعتقد بشموندسة ن ما هي اعتقدة موجودة معانا. برضو ادي الفرشة اعملين هي. بليها. خلاص. او كي بشموندسة نوها. او كي بشموندسة? فديزكيتشات بشموندسة زملاء لينا. اه بشموندسة نوها يا ابن ان شاء الله كلنا هو. اللهية ابريكي لك يا تبنسة. اه بشمونتسة نوها. انتي ابن اتص بعض تقليب سوكيتشها.instعر Thanks be on an patron. اتصpayee بشموندسة نوها. تمام? ده كان الشقة اللي كن عملينها قبل كده في الشغل اللي فات في الشهقة اللي فاتت دي. تمام? ودي برضو تصميم مش مدسة ايمان. خلاص? معمولة يدوي مع مراعاة الابعاد زي ما احنا شايفين. طيب يبقى اتلوقتي مطلوب من حضرتكو من حضرتكو جميعا قبل المحاضرة الجاية مطلوب التالي. خلاص? اه هنشتغل اوضة ولا ده اول حاجة. ومودرن ولا كلاسيك يعني اتلوقتي محتاجة اهو تاني باكد مع الناس. هنشتغل غرفة غرفة نوم ولا ريسيبشن. اوكي? وهيبقى مودرن ولا كلاسيك ولا نيو كلاسيك تختار الطراز بتاعه. اه تالت حاجة تحطولي فكرة لفرش. خلاص? بلوكات كده وفرشولي مثلا ايه? طبعا هو كده هنا صالون انت ليه مش شرط انا ممكن اغير. تمام? ده كده تقريبا هو على فكرة وتقريبا قطعتين مش تلاتة لانه مش هستحمل تلات قطع. او انتو بقى كل واحد وابعاده. خلاص? عايز اشوف مقترح. لو هتعمل قودة نوم ابتدي في ريشهالي. خلاص? اوكي? وبعتولي الصور على الجروب الواتساب. يعني كل واحد يصور بتاعته بتاعت اللاب توب او الشاشة. ويبعت الفكرة بتاعته زي ما البشوانسين بعتين لكده او لو هتعملها بلوك نوت او سكيتش براختك زي ما انت عايز. اوكي? وبتدي بعتلي سواء انتوا عايزين غرفة او ريسيبشن. وكل مراعوات الابعاد. وهبعت لكو طبعا ملفات الستاندرد عشان تشتغلوا بيها كويس. او حد ليه اي سؤال في اللي احنا قلنا? بشوانسين عزيزي. حد ليه اي سؤال في اللي احنا قلنا? حد ليه اي استفسار? خلاص كده عرفت المطلوبة هاكتبه لكو برضو عالجروب تاني ان شاء الله. اتمنى طبعا نكون النهار ده كان فيه معنومات مفيدة. اه. اه. احضر مشوانس عمر? حاضر. اه. ا Hackman لو معناه ايبعت اه. اه. الواتس والفيسبوك معلش تاني. عشان مشوانسة عمر عايز يض viezo نضم للجروب بتاعنا او نضف للجروب. ياريت سنبعت لو اللينكات انجاز الكنات او ده ان شاء الله. انا انجاز اللي. ای حسنا ان شاء الله انشاء الله. امنتظر سواء اعم��ات واتمنا من الله ان نكون وفقة النهاردة ودفتي لكم حاجة جيدة مفيدة للجميع. الحمد لله الله يعزوك يا رب وسمحوني ان كنت طولت في بعض النقاط لكن انا بحاول اوضح بقدر الامكان مراطا للجميع طبعا فيه ناس اسد زيتنا وناس ما شاء الله في الشغل ده كويس فانا ايه براعي برضو انني فيه ناس ممكن تكون لها خبرة في المجال او فيه ناس لا فانا بحاول امسك العصائم النص يعني اشكركم جميعا واتمنالكم التوفيق من كل قلبي وهستنى التسكات قبل يوم الحد ان شاء الله وبعتولي على طول على الجروب بإذن الله فورم ممكن نعمل اه بشوانس وسامة بعتلوكم ما عمشي ايه فورم تمام اه بشوانس وسامة معنش عفوا اه تمام اوكي طب ده جروب الواتس بشوانسين وجروب الفيسبوك طاعي تمام اللي عايز ينضم عليه اللي ان كانت هين موجودة اوكي وما ننساش طبعا الاتندنس يا جماعة بشوانس عشان الاتندنس ما ننسهوش بشوانس وسامة بقول لي جربه اوه تمام ده انت عايز تدفلي لول اللينك ده طب حضر بقص على بشوانس وسامة حاضر هنا ايه بقص على لينك حاضر تمام كده بشوانسين اوكي اه طيب اه تمام الله ينعر عليك بشوانس اه بس بسم الله مشاء الله بصراحة تيم يعني حاجة في منتهى الجمال بصراحة الله يبرك لكم بجد يعني يعني قمة في يعني وسرعة في التنفيذ والشغل الله يبرك لكم بجد بجد طيب يبقى انت كده يا جماعة الفورم بتاعكم المطلوب زي ما انشافين كده هتحدد لي رسيبشن اللي بيدروم وين كتب مودن ولا كلاسيك ولا نيو كلاسيك خلاص واللي هتحددوه هتتفقى ولا هتفرشوه خلاص اوكي يعني اتفقنا على رسيبشن هو يبقى مسلا كلاسيك أو نيو كلاسيك بتدفع طول الفرشة عشان بتدفع طول الفرشة عشان بتدفع طول بإذن الله الله يباركلكك بشموانسين بشموانس أسامة بجد الله ينعر عليك بجد تمام زي الفل اللوحة فين بشموانس عمر هبعتلكو حاضر انت اول مرة النهاردة بشموانس عمر صح؟ هبعتلك اللوح حاضر وهو موجود على الواتساب وعلى الفيسبوك هتلاقي من التين موجودين تمام بشموانس عمر لو في حاجة تباني الواتس على طول تمام هتلاقي اللوحة عندنا موجودة على الجروب ان شاء الله هتلاقي بدي اف على الجروب على الواتس وعلى الفيسبوك تمام يا بشموانس اشكرك جدا بشموانس واسامة بجد فورم جميل جدا وهستنى ان شاء الله نتيجة بتاعته بإذن الله ونشوف البشموانسين هبقى رأيهم معنا ايه اترككم في رعاية الله وامنه وألقاكم على خير بإذنك يا رب ان شاء الله يوم الاتنين اللي جاي بإذن الله ونكون خلصنا مجادة لو في اي حاجة تبع شكرا لكم جميعا وألقاكم على خير بإذن الله وننسوش الاتندنس يا جماعة تنسوش الاتندنس صلى الله يبرك لكم عشان الشهادات بدعاكم بإذن الله ما يبقاش في حد ما ياخدش الشهادة شكرا لكم جميعا وألقاكم على خير بإذن الله ورأيه وترككم في رعاية لو أمنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة